بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة ان شاء الله هنبدأ اول حصة في تعليم التفسير مع بعض اول فيديو حبيت انا زيله هو شروط لازم تكون موجودة في كل واحد فينا او لأي واحد حايف يبقى المجال ده اول حاجة لازم تعزز جواك الاخلاص يعني تكون ايتك خاصة لله سبحانه وتعالى فقط ما انفعش اكون داخل من باب الشهرة من باب الفلوس من باب التطفل ومعرفة احوال اللعبات لان احنا عارفين ان الاحلام بتكون كشفة جدا وبتبين اسرار وخفايا نفوس فلازم يكون فيه باب سطر من المعبر للحالم التاني حاجة عندي برضو نازم اعززها جوايا الاكتهاد لازم تكون موجودة في كل معبر لازم تشتغل على نفسك كتير جدا ما انفعش تحصر نفسك في كتاب واحد او مفسر واحد لا انت تسمع لكذا مفسر تقرأ كذا كتاب لازم الممارسة كتير جدا لان مع الممارسة انت كده بتزود معلوماتك وبتفتح مدرجك وبتلم برموز اكتر في تفسير الاحلام تالت حاجة برضو حبيت انوها عنها الصب وعدم الاستجال ما تقس بالراحة واحدة واحدة لان علم الاحلام ده علم مكتسب وعلم الشرعي علم زي اي علم يعني ده رأيي فيه ناس بتقول ان هو موهبة وفيه ناس بترجح ان هو علم الشرعي انا شايف ان هو علم الشرعي بس محتاج منك دراسة شوية مع توفر بعض الصفات اللي تكون موجودة فيك على الاقل مثلا يعني لازم يبقى عندك فراسة لازم يبقى عندك زكاء كوت ملاحظة عشان تعرف تستنبت الى جوا الحلم بس ده برضو هيجي مع الممارسة والخبرة اخر حاجة ودي بالنسبالي انا اهم حاجة حاول تكون داعية الى الله او داعي الى الله يعني ما ينفعش تخرج من الحلم غير وانت سايب لنفسك صدقة جارية ما ينفعش تخرج من الحلم الا وانت سايب لنفسك بصمة بمعنى مثلا المواضح في الحلم ان الحلم هنا قاطع رحم حاول بعد ما فسرت لا تدي له نفذة مختصرة عن اهمية صلاة الرحم واحد مثلا قانت من ربنا شوية لا هنحاول برضو بعد تفسيرنا احنا نرفع معنوياته شوية ونعرفه ونشعره بعظمة ورحمة وكرم ربنا معاه واحدة مثلا مش بتصلي ما ينفعش اصيب الحلم كده لازم اديه نفذة شوية عن الصلاة كونك انت كون داعية اكتر منها مفسر فدي بتبقى صدقة جارية وعلم نافعليك وكمان هتكون نافع غيرك فالعلى الله يفتح عليك بسبب جبرك لعباده يعني حاجة كمان ما تمنعش خالص علم او خير او معلومة انت عريف عن حد ليه لان دا تعتبر ذكات علم ربنا اديهي لك علشان تنفع بها غيرك ما ينفعش تداري داني دي مش مثلا مزكاء منك او انت كده مثلا بتعلي رصيدك تبقى انت المفصل الوحيدة عرفت تتفسر بالعكس ربنا ساعتها مش هيفتح عليك ربنا بيفتح عليك وبيزيدك علم لان انت بتنفع عباده ربنا مش هديك العلم ده كده طالما ربنا اديك العلم ده يبقى ربنا عايز منك رسالة معينة فانت لازم تحقق رسالة ربنا فيك فياريت تنفع غيرك اي معلومة عندك تديها لغيرك اي حد بيسألك عن حاجة اشرح باستفادة ما تدخلش عليهم معلومة خالص وساعتها تلاقي ربنا فتح عليك تمام الفتح ربنا يا رب يفتح علينا جميعا فتح العارفين ان شاء الله ويجعلها سرقة جارية وعلم نافع لنا ويجعلنا ان شاء الله وبكده انا اكون خلصت المقدمة بتاعت النهاردة انتظرونا ان شاء الله في الفيديوهات تانية والشكرا لمتابعتكم بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة ان شاء الله تاني حس مع بعض في كورس تعليم التفسير وهنشرح فيها بعض المصطلحات الضروري جدا لازم تكون عارف معناها لانها تستمر معنا لنهاية الكورس او طول ما احنا مع بعض في القناة عشان نسهل على نفسنا واحنا بنتكلم ايه المقصود من الشرح ايه المصطلحات دي في حاجة عندنا اسمها الرمز حاجة اسمها القارينة الداخلية حاجة اسمها القارينة الخارجية يعني ايه رمز هنشرح حاجة كده بالدور الرمز هو كل حاجة موجودة حولنا في الواقع ازاي مثلا دلوقتي انا عادة في قطي اللي حولي في مثلا سرير في دولاب في مرأة في طربيزة في مروحة في لامبة في نجفة في استورا هكذا يعني اي حاجة موجودة حولك في الواقع محيطة بيك اللي لازم تليها جوة الحلم هو ده اللي بيسمي الرمز هتلاقي الحلم في كذا رمز ممكن تلاقي المكتب ممكن تلاقي السرير ممكن تلاقي المطبخ ممكن تلاقي السفرة ممكن هكذا فكل رمز من الرمز دي انا كمفسر بيديني دلالة معينة دي بقى اللي احنا هناخدها بعدين لما نجي نتكلم في شرح الرمز الكتير مع بعض بس ده مش موضوعنا دلوقتي انا بس عايزك تعرف يعني ايه هو الرمز كده احنا اخدنا الرمز تاني حاجة عندنا بعد كده ايه هو القرينة الداخلية يعني ايه القرينة برضو بشكل مبسط جدا هو الوصف بتاع الرمز جوه الحلم يعني ايه دلوقتي مثلا انا شفت باب في الحلم طيب الباب ده ايه بقى وصفه يعني هو بابه بس لا ممكن مثلا في الحلم الباب كان كبير جدا او الباب مثلا كان صغير قوي او الباب كان دايق قوي لا الباب كان من الحديد لا مثلا الباب كان مصنوع من الخشب الباب كان مصنوع من الازاز الباب كان مقصور وهكذا اداني وصف يبا هي دي القرينة الداخلية للرمز ممكن مثلا بنت لابسة فستان ادي الفستان ده رمز طب إيه القرينة بتاعت الفستان جوه الحلم مثلا الفستان كان دايق قوي لا الفستان كان واسع الفستان مسلا كان حيله كل حق بس كما من غيره مهم الفستان كان فتحة السدري بتاعته مصلا واسع شوية الفستان كان فيه بوقع من وراء بيوصف حاجة معينة للرامز يبقى دي اسمها القرينة داخلية بتاعت الرامز مافيش رامزه سابط في الحلم الرامز بيبقى ليه معنى مع الدلائل التانية بقى بتختلف عشان كده لما بيقول إن كل حلم التاني بيختلف الرمز جواه لأن كل حلم والتاني الدلائل اللي حوالين الرمز أو القرينة اللي حوالين الرمز بيكون مختلفة تمامة من واحد للتاني وكمان حسب الحالة اللي معي الحلم متزوج الحلم أعزب الحلم متزوجة الحلم مثلا طفل لأ شاب لأ راجل كبير في السن وهكذا فكل واحد بيبقى ليه ظروف معينة بيبقى ليه تفسير معين حسب الرمز وحسب القرينة زي ما خلاص فهمنا كده وحسب الحالة بتاعت الحلم الحالة بتاعت الحلم هي دي القرينة الخارجية يعني ايه القرينة الخارجية هديكم مثلا مثال بفاردة أنا شفت في اللامنام المطبخ المطبخ بيبقى ليه دليلات معاناة في الرزق طب أنا مثلا شفت المطبخ بتاعت كركب يبقى أنا هنا الرمز كان ايه المطبخ ايه هي القرينة الداخلية بتاعته ان كم كركب ده يداني انك مفسر ايه مثلا ان فيه مشكلة في الرزق لو الرزق عنده مش يعنيين عند الحالم مش متزبط فيه خلل فيه حاجة فيه أزمة فأنا أسأل الحالم أقول له مثلا فيه عندك كرب مادي فيه عندك مشكلة معينة قال آه يبقى كده القرينة الخارجية تناسبت والتطبقت بالزبط مع القرينة الداخلية أنا كده عرفت اللي أنا ماشي صح كده فكيت شفرة أول رمز ودي كده أول معلومة اتكونت معايا في الحلم وهكذا بقى لو أمشي بقية الحلم والتساسل بتاعه أشوف الرمز أشوف القرينة الداخلية بتاعته لو محتاجة أسأل عن قرينة خارجية تمام مش محتاجة خلاص ودي برضا راخدها بعدين نحنا مش أي أسئلة لسألها لازم لما جي أسأل الحالم أسأل وأسئلة تفيدني أنا في تفسيري يعني مش من باب التطفل مش من باب اللي أنا حشرية مثلا فأنا هستفصل بزيادة عن حياة الحلم أنا لا يخصني الحالي في شيء أنا بينه وبينه تفسير وبينه وبينه ربنا في صدق التفسير وإلى أنا أتقي ربنا في حفظ ساترو مثلا أو في حفظ عيب أو لو شفت حاجة معصية زي بمعين أنا يعني بيني وبين نفسي قدام ربنا لازم أسطره أكتر من كده ما ليش أنا أدخل أكتر من كده ما ليش أنا أسأل أسئلة ما تخصنيش مش هتفيدني بحاجة فلازم يبقى أسئلة في مكانها المناسب تخدمني في التفسير وتخدمني إلى أنا أدي الحلم تفسير دقيق يرضي ويكون مجتنع بيه كمان هو ده المعنى وهو ده المقصود لما أجي أقسم الحلم بتاعي لرمز وقرينا وبالتدريج لما أجي أفك رمز رمز هلقيني كونت مثلا 3-4-5 معلمات عن الحلم لكله وبطريقة معينة وبسياغ وكده الشيء حلوة أمجيك أتبقى له التفسير بتاعه وده كان درسنا النهاردة ويا رب يكون وصل لكم بشكل مبسط ولو في أي أسئلة أنا ممكن تكتبوها تحت في الكومنتيات وأنا أجيبكم عليها الفيديو الجاي إن شاء الله وانتظرونا في فيديوهات تانية وشكرا لمتابعتكم بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة إن شاء الله هنتعلم إزاي الرموز اللي بتقابلنا في أحلامنا إحنا بنفسرها بناء على إيه؟ بيكون بناء على بعض القواعد اللي إحنا بنمشي عليها أول قاعدة النهاردة هنعرفها هي قاعدة بدلالة بالقرآن الكريم إزاي؟ مثلا جاي حلم واحد بيقولي أنا شفت نفسي ركب سفينة بغض نسبها عن تكملة الحلم إيه؟ طب أنا كمفسر شفت السفينة السفينة دي هترمز لإيه؟ لما أرجع للقرآن هلاقي السفينة مثلا عندي صورة العنكبوت أي 15 بتقول لنا بسم الله الرحمن الرحيم فأنا جايناه وأصحاب السفينة سرق الله العظيم هلاحظينا أن السفينة ارتبطت بالنجاة السفينة ارتبطت بالنجاة فمعنى كده أنا هقولي الحلم دي نجاة لك من شر ده كده مثلا مثال نيجي لمسال تاني عشان أكد معنا القاعدة دي ييجي حلم يقولي أنا مثلا قد طالع على سلم خشب أو مثلا أنا كنت داخل من باب خشب كبير أو مثلا أنا كان فيه خشب كتير محدود حوالي أوكي طب أنا الخشب هنا هفصره ازاي برضو نفس الطريقة هاعرض الرمز ده على القرآن الكريم هلاقيه موجود ولا مش موجود الخشب مثلا ذكر عندي صورة المنافقون أي 4 بسم الله الرحمن الرحيم كأنهم خشب مسندة سرق الله العظيم هنا ربنا وصف المنافقون اداهم رمز الخشب علشان كده أنا لما أشوف خشب في المنام عندي بابقى عرفة الحالم هقول له مثلا تحذير خلي بالك انت فيه حاوليك حد منافق خلي بالك انت محاط بمجموعة ناس مثلا منافقين فانت خد حذرك وشوف انت بتعامل مع مين كويس مثلا دي دلالة حاجة كمان مثلا لما نشوف حد متوافق جايب يضحك احنا معروف الدارج بنقول ايه ما شاء الله ده في مكانة كويسة ده في مكانة طيبة ده حالو طيب طب احنا عرفنا ده على أساس ايه أولناه على أساس ايه هنرجع للوضع ده في اللي هي صورة عبسة آية 38 والآية 39 بسم الله الرحمن الرحيم وجوهن يوم إذن مصفرة ضحكة مستبشرة صرق الله العظيم فمن هنا عرفنا ان الميت لما بيكون جاي بيدحك دي حاجة بشرة لي حاجة استبشار بي فاحنا بنستبشر بحال الميت تمام وعليه اي رمز بيقابلنا بنعرض على القؤان الكريم لقيناه يعني شوف رمزه في الآية بيتكلم عن ايه يبقى ده رمز والمعناه سيبت ننفعش احرف فيه ما ينفعش اعمل مثلا تصحيف ما ينفعش اعمل سددة ما ينفعش اعمل قلب اللي قواعد تاني هنعرفها لا انا باخد المعنى اللي موجود عندي في الآية ما ينفعش انا احرف في معاني الكرآن الكريم وعليه علشان نقوي الحتة دي عندنا في التفسير طبعا لو عادنا نتكلم هناخد رمز كتير اوي انا بس اديكم مثال يعني ومطلوب منك تخصص نفس الجزء في اليوم انك تقرى مثلا كتب في تفسير الكرآن الكريم وانت بتقرى او حتى وانت بتقرى الورد بتاعك اليومي حاول تستحضر الرموز وتشوف كل رمز مقصوب بي في الآية هنا بيتكلم عن ايه لان الرموز دي من سيارك هتقابلها في الأحلام اللي بتتعرض عليك وعليه انت هتعرف تفصل معناها وبالتالي الحلم يبتدي تضح لخط وخطوة ودي كانت اول قاعدة معنا اتمنى يكون المعنى وصل لكم وان شاء الله انتظرونا في القاعدة التانية اللي بنفصل على اساسها بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله هنتكلم عن تانية قاعدة من قاعدة التأويل وهي التأويل بدلالة الحديث زي ما اتفقنا اموري فاتت برضو هتقابلنا بعض الرموز الرموز ممكن تكون مذكورة في الحديث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فاحنا بنعرف معنى الرمز من هنا هنديكم مثال على كده مثلا الفقراء الفقراء سيدنا محمد سمها ألف والسقة عشان كده انا المسألة ما اجيلي حالم يجي يقولي لانا شفت فقر ايه فقر بقى فقراء بس يغلبا الفقراء بتيجي بمعنى انس أكتر يعني المهم يجي الحالم يقولي ان فيه فقراء دخلت عندي في البيت فقراء كانت مسخبية فقراء ايا كان بقى في موقعها في الحلم انا على طول بحذر الحالم او الحلمة في ست مش كويسة فاصقة بكون دخل ابنية خراب البيت فاحذاري منها خلي بالك منها انا جبت ده منين جبت من الحديث حاجة تانية برضو مثال تاني عشان نأكد مثلا لما بيكون فيه ضلعة الضلعة ذكرى كلمة الضلع في المنام هنا بيؤول على طول بالنساء او المرأة لين برضو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث بيقول ان المرأة خلقت من ضلعة اعواج يبقى عشان كده الضلعة هنا بيؤول بالنساء الحديث طبعا بتبقى كبيرة والليها اخراج والسنات فانا بس عشان الفيديو متقرش معي فانا هقولوكم امثلة القوارير عندي بتعبر بالنساء اللبن مثلا بيعبر بالعلم والدين والفطرة ده برضو كلها ببعناء على احاديث مثلا القميص احيانا القميص يعبر بالدين وفقا للحديث اللي هو عن ابي سعيد الخدري كان اوله بالدين تمام ممكن برضو عندنا رمز من فتيح المفتيح في اللد بيكون مال وعز وسلطان وفتح عندنا مثلا برضو السحاب السحاب في المنام بيرمز الحكمة والسمن والعسل بيرمز احيانا القرآن او السنة دي كلها بناء على الاحاديث والاحاديث طويلة فانا بس زي ما فيلكم باختصر عشان الفيديو وهكذا فانا كل رمز برضو بناء على الاحاديث اللي عندي بكل يشارحه معنا طب انا هتعامل مع الجزئية دي ازاي هنبتدي مثلا هنستقطع برضو جزء من يومنا ونتعلم او نقرأ تفسير بعد الاحاديث ممكن نبتدي بداية بسيطة كده بالاربعون النووية نقرأها مثلا حديث حديث ونشوف تفسير ومعناه وبالتدريج بقى ممكن نتعمق اكتر في الاحاديث لو هاخدنا مثلا كل يوم حديث فده بيجعل عندي انا ملكة اقوى في التفسير وكمان هيبقى عندك منصوعة اكتر هيبقى عندك منصوعة اكتر بالرموز ودلالتها ومعانيها فده هيساعدك انتك مفسر قدام وبكده هكون خلاصة قاعدة التأويل بداية الحديث اتمنى اكون اوصل بشرح مبسط وانتظرونا ان شاء الله الفيديو جاي بقاعدة جديدة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى وسلم وبريك على سيدنا محمد ان شاء الله هناخد مع بعض بعض الرموز اللي احنا لو شفناها في المنام بتاعنا نعرف ان في حد لقدر الله عمل لنا سحر بس ناخد بالنا من حاجة اني لازم يكون الرمز عندي مكرر يعني ايه مكرر يعني بيظهر معايا في المنام بشكل تكاري ما ينفعش مثلا ان اشوف الرمز ده مرة او مرتين ساعتها اقولي نفس ان انا عندي سحر واول نفسي وادخل بقى في دوامة الاصابة والدجل والكلام ده لا لازم يكون عندي بصفة مكررة وكمان يكون عندي حاجة خارجية يعني ايه خارجية؟ يعني حياتي من برة مثلا يكون فيها تعطيلات يكون فيها عدم قضاء حاجة يكون فيها اكروبات بتعرض لها يبقى عندي حاجة اسمها القرينة خارجية وده هنشرحه ان شاء الله اللي يتابع معنا في القناة وبحيث القرينة الخارجية اللي هو حالي في الواقع لازم يكون ماشي مع الرمز اللي موجود جواه الحين تمام؟ طب تعالوا مع بعض ناخد رمز رمز اول رمز عندنا لو شخناه في المنام لو لقينا حيوانات مفترسة بيتها جمنا يعني ايه حيوانات مفترسة؟ تعالب، فصود، نمور، فهود ممكن مثلا احيانا الجمل احيانا الدب رغم ان الجمل ما يعتبرش اللي ياخد الرمز الفريسة او انه قادر اقول عليه حيوان مفترس لكن مهاجمة الحيوانات دي بتكرار زي ما قلنا دي بيجيلي انا فيه سحر للحالم هنا وبالزاك كمال لو لونها اسود ايه تعبين سودة، عقرب سودة، كلاب سودة الاسود طبعا مشوش اسد اسود لكن مهاجمة الاسد ليكي، مهاجمة النمل ليكي تلاقيه بيجري وراكي في المنام عايزي ازيكي، فاي مهاجمة من اي حيوان تارس او حيوانات لونها اسود ولازم تاني شرطه مكرر عندنا الاحيان دي بيبقى دي على طول نعرف ان فيه غلط في اصابة عندي لا اسطوب بقى واخد بالي وبتدي برنامج روكا دي رقم واحد، رقم اتنين ممكن برضو رؤيت البورس باعداد كبيرة البورس باعداد كبيرة بيوحيلي انا بسحر مرشوش بعكس مسلا لو شفناها على الحيطة او كده بيبقى عين او حسب بس ده مش مجرد الوقتي خلينا في البورس اللي بيبقى بكمية كبيرة على الارضة بيبقى سحر مرشوش للرأي مثلا عندي برضو كمان رؤية المكابر وجودك في المكابر باستمرار احيانا بترمز لانا السحر مدفون بس احنا هنا مش يعني مش هركز اوي على انواع السحر يكفي بس اللي احنا اخدنا دلانة السحر وعليه لازم نعمل وقفة مع نفسنا وانتبع روك الشرعية ان شاء الله يبقى عندنا قلنا مهاجمة الحيوانات وقلنا البورس بكمية كبيرة وقلنا وجودك في داما باستمرار في المكابر او اماكن مجهولة داما بتنشف في ظلام مثلا برضو او احيانا بتلاقي اماكن مهجورة مظلما داما بتلاقي نفس كوافة في اماكن زي كده فيه برضو معينا من دوم لرموز التانية ممكن تلاقي دخل في الجسم مثلا درابيس مسامير زجاج يعني دي كلها برضو اشارات ان فيه سحر معمول للحالم حتى مثلا لو هنشتاق المكلمة مسامير ودي برضو قاعد الاشتراك هنشرحها لما نيجي نبتدي ان شاء الله ونتعلم تفسير الاحلام خطة بخطة مع بعض والإذن الله هنزل كورس في القناة تابعوني هنتعلم مع بعض زي نفسر احلامنا بنفسنا بس اين لو هنشتاق منها يعني اين نشتاق يعني بنقسم الكلمة هتيجي معنا كلمة مس فده برضو معي هنا ان فيه هنا خطر هنا خلي بالك فيه هنا ازعليكي وبرضو مش هننسى هفضل اتكرر كل شعاني لازم تكون الرموز دي مكررة دي حاجة حاجة كمان برضو احيانا مثلا وجود العقد وقود عقد رايح حاجات كتير مربوطة خيوط مربوطة العقد دي في منام سبحان الله يعني حتى زي ما في صورة الفلق ومن شغل النفسات في العقد هي دي العقد باستمرار ممكن برضو رمز معاني تاني حتى تلاقيه في الاكل بتاعه يلاقي فيه شعر او يلاقي فيه خيوط خلاص دي دلالة قوية جدا ان هنا فيه سحر ممكن برضو رمز يجي معانا حتى يخرج من فمه خيط او شعر برضو دي دلالة مهمة جدا ويعني وواضحة جدا يعني من اكتر الدلالات الواضحة الخيط او الشعر اللي بيخرج من الفم او يلاقيه في الاكل دي برضو تثبيت لنا بنسبة كبيرة قوي ان فيه سحر ممكن كمان اتلاقي دلما موجودة في الحمامات ويكون حمامات بسرعة كذرة ما بيكونش نديفة خالص وكمان الحلم بقى مش قادر ان هو يقضي حقه مش قادر حمامات بس ممكن برضو يلاقي نفسه فاماكل فيها نجاسة اناكل فيها كذرات فده احيانا برضو بيشير لسحر مثلا معمول بسحر بالنجاسة ممكن حاجة تانية برضو الموت تحت اطبار القطار لو ده ما بيشوف نفسه واحد مثلا قطر عد عليه ومات تحت القطر دي برضو من علامة من علامات السحر الماشر في التين هي برضو دي يعني مش هاخدها من اول مرة نديفة طباش علامة قوية اه اه او لان احيانا بتبقى علينا الزنوب بس احنا اتفقنا بناخد اه بقية الرموز في الحلم وبنشوف باقي دلالي الحلم وبنكمان بن بنقارن بين القارنة الخارجية او الشيخة الخارجية يعني حياة الحلم في الواقع وبنقبطها بين وبين الدلالي والرموز اللي معايا اه في الحلم يبقى كده مراجعة سريعة قبل ما نخلص علامات لو شفناها نعرف اقول احنا مسحر حين ولازم ما اعمل وقفة ونازم اه نتجه للوجه الشرعية تاني قلنا مع هجمة الحلمات المفترسة وكل لونها غالبا اسود عندنا التعبين عقارب كلاب آآ قطط ممكن ضد قصود آآ نمور آآ 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 الجمال لو الجمال جاي برضو شكل مؤذي دي حاجة احنامات تكون كذرة او وجود في اماكن كذرة او اماكن آآ 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 نجاسة فيها كذرات وجود الابرس بكمية كبيرة وجود الاكل او آآ آآ ويكون في شعر او زجاج او حشرات او آآ آآ او خيط الانسان يخرج من فمه خيط او آآ او شعر ممكن برضو بتلاقي نفس الده من المشاة في اماكن مظلمة او مهجورة آآ 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 المشي باستمرار آآ في الكبور وكمان حاجة اخير هقول زي معنا الجسم بيدخل فيه مسامير دبابيس وجاج دي كلها علامات كون بنسبة كبيرة جدا بديلي هنا انزار خطر وديمي الاحلام اللي دي نقول عليها ان هي احلام نزارة يعني ايه نزارة يعني ايه نزارة يعني بيكون اهزار من ربنا ربنا دي مرحمة ربنا البيكي بيع ربك خلي بالك هنا انزار فيه اصابة ليكي فانت لازم بسرعة تلجع لروكة شرعية وصورة في البقاء طبعا باستمرار معينا كده بإذن لكم خلصنا الفيديو بتاع النهاردة هتمنى تكون نلع اعجابكم مستفدتم وبتنسوش الاشتراك واللايك وان شاء الله تتابعوني حشان هننزل مع بعض رموز ثانية كتير وبإذن لها هنتعلم مع بعض ازاي يفاصل احلام وشكرا لمتابعتكم فستان الزفاف في منام العزباء المخطوبة لو رأت العزباء المخطوبة انها ترتدي فستان الزفاف ابيض دل ذلك على زواجها في القريب العاجل واذا رأت المتزوجة في المنام انها ترتدي فستان الفرح والزفاف فيدل المنام على انها سوف تنال سعادة كبيرة في حياتها وان للاها يوفقها في حياتها الى الزوجية وأما إذا رأت المتزوجة أن زوجها يهديها فستان فرح في المنام وهي تفرح به كثيرا، فيدل المنام على أن الله يرزقها بمولود جميل. إن قطع الكهرباء في المنام يدل على التوقف عن السعي وانقطاع الكهرباء عن البلاد عامة في المنام يدل على قلة الخيرات وغلاء العيش. قطع الكهرباء في فرح أو عرس في المنام يدل على التغييرات المفاجئة وتبدل الأحوال للأسوأ، ورؤية انقطاع الكهرباء في الشارع في الحلم تدل على تعذر الوصول للمساعي والأهداف. قطع الكهرباء في المنام للرجل ذلالة على عدم الاستقرار في الحياة، ويجب أن يأخذ الحلم بجدية لاحتمال تعرضه لبعض الصعوبات والتحديات خلال الأيام القادمة. قطع الكهرباء في المنام للمتزوجة انقطاع الكهرباء في منام المتزوجة إشارة إلى الأزمات والمشاكل التي ستواجهها الفترة القادمة. قطع الكهرباء في المنام للعزباء انقطاع الكهرباء في منام العزباء دلالة على كونها ستقع في ورطة كبيرة خلال الفترة القادمة، ولن تتمكن من الخلاص منها وحدها، وستكون في حاجة مسة للدعم من قبل الأشخاص المقربين، منها حتى تتمكن من تخطي تلك الفترة على خيره. احلام تدل على الزواج ارتداء الحلي والمجوهرات في المنام هو رمز لزواج الفتاة، رؤية القرآن الكريم في المنام تدل على عقد القران. الحج إلى بيت الله الحرام من أحد رموز الأحلام التي تدل على قرب للزواج، رؤية الفراش، وتغييره لمن كانت عزباء تدل على قرب للزواج أيضا. ارتداء الفتاة لثوبة للزفاف في المنام هو إحدى دلالات اقتراب للزواج، لبس الحذاء في المنام أيضا يعني زواجا قريبا. الموت في المنام لمن كانت عزباء يعني الانتقال إلى القفص الذهبي، دخول الجنة ورؤيتها في المنام هو رمز للزواج والحياة السعيدة والهانئة، رؤية الفتاة للقمر في المنام يعني زواجها من رجل مرموق المكانة، أما رؤية للشاب الأعزب للشمس في لحلم فيعني زواجه، حراثة الأرض وسقايتها في المنام هو رمز لزواج قريب أيضا. أحلام تدل على الزواج، رؤية الماء في المنام دليل على الزواج، ارتداء الفتاة لتاج في حلمها يعني زواجها، تناول التمر في المنام يدل على رزق جيد، قد يكون زواجا سعيدا. إن اجتماع الأهل والأقارب على وليمة في المنام إيدل عالية للزواج، تغيير للسكن والانتقال إلى منزل جديد في المنام يعني الانتقال إلى الحياة للزوجية. رؤية القوارير والزجاج في المنام دلالة على اقتراب للزواج. رؤية الفتاة لأسد في المنام يعني زواجها من رجل قوي وصاحب نفوذ أيضا. الحصول على تأشيرة أو جواز سفر جديد هو تغيير حياة العزوبية ودخول الحياة الزوجية. النظر في المرأة في المنام يعني الزواج. تناول الحلويات للشهية في المنام يعني أيضا للزواج. قطع الكهرباء في المنام للعزباء. انقطاع الكهرباء في منام العزباء دلالة على كونها ستقع في ورطة كبيرة خلال الفترة القادمة ولن تتمكن من الخلاص منها وحدها وستكون في حاجة مسة للدعم من قبل الأشخاص المقربين. منها حتى تتمكن من تخطي تلك الفترة على خير. قطع الكهرباء في المنام للمتزوجة. انقطاع الكهرباء في منام المتزوجة إشارة إلى الأزمات والمشاكل التي ستواجهها الفترة القادمة. قطع الكهرباء في المنام للرجل. دلالة على عدم الاستقرار في الحياة. ويجب أن يأخذ الفلم بجدية لاحتمال تعرضه لبعض الصعوبات والتحديات خلال الأيام القادمة. قطع الكهرباء في منام. زوجك تزوج عليك فليبشره لكي برزق قادم اما مال اما شراء بيت اما شراء سيارة اما وظيفة اما ترقية لي اما ازدهار تجارة او تغييرات لحياككم عمدا للافضل كسر البيت في المنام بيؤول بفقد رزق ليك وعدم قضاء امر واحيانا بيبقى كسر خاطر وازاء مشاعر لبعض الناس وخاصة النساء لان البيت بيؤول بالنساء الاصابع في المنام تدن على الصلوات وتدن على الاولاد والاقارب في حالة قطع اي اصبع فذلك بيشير لقطع صلاة او قطع رحم وفحالة تشابك الاصابع بيرمز الى الاجتماعات وصلة الارحام الاكل مع الاب المتوفي في المنام للمرأة المتزوجة رؤية الاكل مع الاب او الام المتوفين تشير الى الرزق الذي سيملأ بيت هذه السيدة ومال كثير سيكون في انتظار زوجها او مشروع سيدخل به اما في حالة اذا رأت انها تأكل مع اخيها او اختها المتوفات فتشير رؤيتها الى التخلص من الهموم والمشكلات التي عانت منها والتي مرت بها في الماضي البخور في المنام البخور في المنام يدل على التخلص من الحاسدين والحاقدين الموجودين في حياة صاحب الحلم ومن يرى في المنام انه يستنشق رائحة البخور فان هذه الرؤية تدل على اقتراب سماع الكثير من الاخبار السعيدة في القريب العاجل وقد يدل على اقتراب انتهاء الخصومة بين المتخاصمين في الحياة تفسير رؤية الجتوه في المنام للمتزوجة اذا رأت المرأة المتزوجة في منامها ان زوجها يقوم باطعامها الجتوه فيدل على الاستقرار والسعادة الزوجية رؤية الجتوه في منام المتزوجة قد يدل على حمل قريب الحنة في المنام للمتزوجة وتفسير حلم الحناء في اليد للمتزوجة يشير الى اقتراب حمل الرائية وفرحة غامرة ستحيط بالاسرة كلها خلال الفترة القادمة ولو كانت مريضة او احد افراد الاسرة مريضا فالرؤية تعني اقتراب الشفاء من عند الله عز وجل وكذلك اذا رأت انها تضع الحناء على شعرها فهذا دليل على تخلصها من الهموم والمشكلات التي كانت تعاني منها منذ فترة طويلة اكل الخبز في المنام قد يدل رؤية اكل الرضيف الساخن على طيب العيش اما رؤية اكل الخبز الناشف والجف فقد يدل على ضيق في العيش اما اكل خبز الشعير فقد يدل على القناعة والزهد واكل خبز الارز فقد يدل على تعطل الامور ووقوع المشقة اما اكل خبز العدس فقد يدل على الفقر والذل تفسير حلم الخوخ الخوق في المنام يدل على المال والرزق إن كان حلوا وأكل الخوخ الحلو في الحلم يدل على نيل مال وحصول الخير للرأي بإذن الله والخوخ في المنام في غير موسمه يدل على المرض وأما رؤية الخوخ وأكل الخوخ في موسمه فتدل على منفعة للحالم إن كان الخوخ حلو المذاق ومستساغا لا يعيبه شيء تفسير رؤية أكل الزبادة في المنام رؤية الزبادة في المنام تدل على فعل الخير وعلى التقوى رؤية توزيع الزبادة في المنام تدل على سعة الرزق وعلى تحقيق الأمنيات رؤية أكل الزبادة للمريض في المنام تدل على الشفاء من المرض رؤية تخمر الزبادية تدل على المسكن الجديد فلم السجن للمتزوجة قد تشير رؤية السجن للمتزوجة إلى ضائقة مالية ستمر بها هي وزوجها وسينتج عنها مشكلات مع الزوج ولو كانت في الواقع مريضة ورأت أنها كانت مسجونة وخرجت من السجن فتشير إلى اقتراب شفائها وتخلصها من الآلام التي كانت تعاني منها منذ فترة السرقة في المنام إذا رأيت نفسك تقوم بالسرقة في المنام فذلك بيدل على ذنب سوف تقوم بفعله أو أمر سوف تتعامل معه بذكاء وفتنة وحسن تصرف وسيكون من وراءه خير ومنفع رؤية السمنة قد تدل على أن الرأي سيحصل على العلم والخير وكذلك على الثقافة الكبيرة رؤية السمنة قد تدل على نجاحات سيحققها الرأي من يرى في منامه السمنة الصفراء فقد تدل على أمر غير محمود أما السمنة البيضاء فقد تدل على الخير الكثير والرزق الوفير الذي سيناله الرأي الصحافة في المنام إذا رأى المرء أنه سيعمل بالصحافة في المنام والحلم فهذا يدل على أنه سيحصل قريبا على وظيفة جديدة ورؤية التعرض لعدة حملات من الصحافة في المنام يشير إلى العديد من الأعداء في حياة هذا الحالم ورؤية الصحافة في المنام وكان ذلك مصحوبا ببعض الخوف دليل على أنه سيسمع قريبا أخبارا غير صرة ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يدل على إصلاح الأمور وتيسيرها وإذا كان صاحب المنام في ضيق وذكرها فيدل ذلك على الفرج القريب ويكون إشارة للحالم بأن يلزم هذا الذكر ليكون سببا في تفريج أي هموم وقرب له الصلاة في المنام للرجل ترمز رؤية الصلاة في المنام للرجل المتزوج إلى انتهاء الكروب وسداد الديون وللزواج القريب للشاب الأعزب وحم الصلاة في المسجد للرجل يدل على الخير في الدين والدنيا ومن رأى أنه يصلي في بيته في المنام فهذا يدل على اتساع معيشته وصلاح أحواله وحلم صلاة الجماعة للرجل يدل على نيله المساعدة والهداية من الأخرين رؤية الطيران في المنام للمتزوجة إذا رأت المرأة المتزوجة أنها تطير من بيت إلى بيت أخر فقد يدل ذلك على انفصالها عن زوجها أو قد تدل على تحسن أحوالهم الاقتصادية وتغيرات إيجابيه في حياتها وذلك يتم تحديده حسب سياق الحلم وأحداثه أما رؤية الطيران بدون جناحين في منام المرأة المتزوجة يدل على صعوبة الحياة ومواجهة كثير من المشكلات والمتاعب العسل في المنام ترمز رؤية العسل في المنام إلى المال من ميراث أو غنيمة وأكل العسل في الحلم يدل على كسب الرزق الحلال بالتعب والجهد ورؤية جرار العسل عموما في المنام تدل على الصحة والعافية والساعة في الدين والدنيا وحلم توزيع العسل يدل على أداء الزكاة وعمل الخير والله أجل وأعلم العطر في المنام تدل رؤية العطر في المنام بصفة عامة على حدث سعيد وتدل على الزيادة في الرزق والعلم ورائحة العطر تدل على حسن الدين وزجاجة العطر امرأة ذات جمال يتزوجها الأعزب وشراء العطر يدل على الخير وراحة البال وبيع العطر هجرى وإهداؤه محبة واستعماله أو رشه يدل على حسن التدبير رؤية الغزان في المنام قد تدل على السعادة والحظ الجيد في الحياة وصيد الغزان في المنام تشير إلى تحقيق الأهداف والأموال الكثيرة والسعادة في الحياة بصورة عامة ولو رأى الشخص أن هناك غزان يحاول الهروب منه فهذا يعني عدم القدرة إلى الوصول إلى الطموحات والأهداف وخسارة العديد من الفرص الهمة في الحياة رؤية الفأر في المنام رؤية الفأر في المنام يعني امرأة غير صالحة وهذه تعد علامة تحذير وتنبيه من وجود شخص ماكر ومخادع في حياة الرأي يسعى من أجل إلحاق الضرريبة تفسير حلم القمل في الشعر للعزبات رؤية القمل في شعر العزباء تدل على سوء الدائرة المحيطة بها ودليل على أنها تعرضت لأذى ومكر وخداع من قبل أحد أقاربها أو صديقاتها ورؤية القمل الكثيرة يملأ شعر الفتاة في المنام تشير إلى كثرة المنافسين لها في العمل وافتعال المشاكل معها وفي حال إذا كان القمل يغطي الشعر بالكامل فقد تتعرض لكلام مسيء أو مشكلة كبيرة ورؤية قتل القمل في منام العزباء تدل على ذهاب المشاكل والانتقال إلى مرحلة أفضل في حياتها تتمتع فيها بالاستقرار النفسي رؤية المكتب في المنام ترمز للعز والمكانة العالية ورؤية دخول مكتب العمل في الحلم تدل على البدء في عمل ورزق جديد ومن رأى أنه يخرج من مكتب العمل في المنام فهذا يدل على الانتهاء من واجب فمن رأى أنه يغير مكتبه في الحلم فهذا يدل على للتغييرات في أعماله رؤية النهر في المنام للرجل رؤية الرجل للنهر في منامه تشير إلى حصول الشخص على المال الحلال من وظيفته أو عمله وأن الله سيبارك له في هذا المال والله أعلم ومن يرى أنه يتنقل بين نهر وآخر فرؤيته هذه تشير إلى اقتراب سفره إلى دولة أخرى وسيحصل هناك على فرص عمل جيدة للغاية خلع الأسنان المساوسة باليد في الحلم تشير إلى قدرة الشخص على التخلص من العقبات التي تواجهه في حياته وتمنعه من الوصول إلى أهدافه ويدل ذلك على أن الحالم سيتخلص من الديون المتراكمة عليه نتيجة نجاحه في العمل وجني الكثير من الأموال رؤية ركوب السيارة في المنام للعزبات رؤية العزباء ركوب السيارة في المنام تشير إلى أن الله سيرزقها بالخير والسعادة في الفترة المقبلة رؤية العزباء سيارة في المنام تشير إلى أنها سوف تتزوج في وقت قريب رؤية العزباء سيارة في المنام قد تشير إلى سعيها وإصرارها من أجل أن تحقق النجاح في حياتها العلمية والعملية رموش العين في المنام تدل على حفظ المال والعيال وقوة الإيمان والرموش الطويلة في المنام خير وسعادة وهيبة وكل مكروه يراه الرأي في الرموش يدل على حزن وهم من جهة الأبناء أو المال ومرض الرموش في الحلم يدل على مرض الأبناء أو يدل العيب في أهداب العين في المنام على فساد السريرة فالنقص في الرموش بالرؤية مكروه للجميع والزيادة في الرموش محمودة ما لم تكن قبيحة من رأى نفسه يقرأ سورة البقرة قراءة سورة البقرة في المنام قد تدل على صلاح دين صاحب الرؤية أو على نجاة ولده وقد تشير إلى شفائه إن كان مريضا كما إنه يكون جامعا للدين مسارعا إلى كل ثواب ويكون طويل العمر قليل الشر صابر على الأذى سورة الكهف في المنام من يرى في منامه أنه يقرأ سورة الكهف فتشير هذه الرؤية إلى العمر الطويل والنجاة من الأعداء وتشير قراءتها أيضا إلى الحظ الجيد في حياته القادمة والتخلص من الهموم والأحزان وتعد من الأحلام المبشرة بالخير رؤية سيدنا آدم في المنام ربما يرى الشخص في المنام أنه يسير مع سيدنا آدم أو يصاحب سيدنا آدم وهنا إشارة إيجابية على حصوله على منصب كبير وقيادي أو ربما ينتفع بعلمه بين الآخرين ويفيد الناس بعلمه وسيحصل على الكثير من العلم والمنفعة ربما إشارة إلى الحج وربما إشارة إلى الإنجاب كثيرا وأولاد وأبنات تفسير حلم شراء سيارة يدل على حصول الرأي على منصب جديد أو وظيفة مرموقة تدر عليه الكثير من المال كما قد يشير إلى تحطيق أهدافه وطموحاته التي يسعى إليها شراء سيارة مستعملة يدل على حصول الرأي على خير غير متوقع أو ميراث من أحد أقاربه قيادة السيارة بعد شرائها تدل على قدرة الرأي على السيطرة على حياته وتحطيق أهدافه صلاة الجماعة في المنام رؤية صلاة الجماعة في الحلم قد تدل على سداد دين أو قضاء نظر ودليل على الأفعال الصالحة التي تقود إلى صلاح الرأي وصلاح عياله وبيته ورؤية صلاة الجماعة في المسجد في المنام تدل على البشرى والمنفعة للرأي تفسير حلم صلاة العصر في المنام إشارة إلى تخلص الرأي من الأزمات التي يواجهها في حياته ويسر من بعد عصر ورؤية فوات صلاة العصر في المنام تشير إلى ابتعاد الرأي عن الله سبحانه وتعالى وافتكابه لبعض الذنوب والمعاصة عيد الميلاد في المنام عيد الميلاد في المنام يشير إلى التجديد والبدايات الجديدة في حياة الحالم وقد يرمز الحلم أيضا إلى رغبتك في بدء فصل جديد في حياتك والتخلص من الماضي والسعي نحو النمو والتحسين رؤية نقص الوزن في المنام بصفة عامة تدن على هم ونقصان في الرزق وراحة البال والنحافة المفرطة تدن على الوقوع في الشدائد والمصائب وتشير رؤية نقص الوزن في المنام إلى الفقر وزوال النعم والخيرات والنقصان في العلم إن اتبعه إرهاق وتعب ومن رأت أن وزنها نقص فجأة في المنام فإنها تقع في كرب ومصيبة رؤية يوم الجمعة في المنام تدن على الخير والبركة في الرزق ويدن على اجتماع في الخير وعلى تكفير الذنوب والفرج القريب وتحقيق الأمنيات ومن رأى يوما آخر من أيام الأسبوع في المنام واعتقد أنه يوم الجمعة دل ذلك على أمل كاذب وأمر ملتبس على الرأي وقيل بل يدن على اتباع أهل الفتنة والبدع صبغ الشعر في المنام ترمز رؤية صبغ الشعر في المنام إلى التغييرات المهمة حسب لون الصباغ وثباته وقد يدل تغيير لون الشعر على إخفاء الأمور وحلم صبغ الشعر لشخص أخر يدل على المشاركة في أفراح الغير أما صبغ الشعر الأبيض أو الشيب في المنام فيدل على ستر الفقر والحاجة مزهور اللحية للمرأة لو كانت هذه المرأة متسوجة وابتسع لحمق فديبش عليها بإنجاب زقة أما لو كانت أهنسة أحياناً بيؤول بوقف حلو تعطيل هذه الفتاة وأحياناً بيؤول أن هذه الفتاة بتتصرف بصفات ذكرية شوية في شؤون حياتها رؤية السماء ملونة في المنام حلم السماء ملونة يدل على ما يدل عليه اللون في الرؤية ومن رأى السماء ملونة بأكثر من لون في الحلم فذلك دليل على التقلبات التي يدخل بها الرأي في حياته ورؤية السماء تتلون ويختفي لونها في المنام تدل على انتهاء فترة كان يعيش بها الرأي كان خير أم شراً وحلم تلون السماء بلون قوس قزح يدل على الأمان من الخوف وزوال المصاعب رؤية الملابس في المنام إذا كانت مقطعة يدل على مشاكل في حياة الحانم سواء مشاكل مدية أو زوجية إذا كانت غير نظيفة يدل على مشاكل في حياة الحانم بسبب ذنوب إذا كانت جديدة تغيرات في حياة الحانم للأفضل الأب في المنام من رأى في منامه أباه وكان محتاجا جاءه رزقه من حيث لا يحتسب أو جاد أحد عليه وإن كان له غائب قدم عليه وإن كان به ألم تخلص منه ومن رأى أن أباه أسكنه بنيانا ورفعه وسمكه فإنه يطمو صنائع أبيه التي كانت له في يدي أو دنيا فلج الأسنان في المنام صفات جميلة عنك وعن أقاربك زيادة الأسنان في المنام زيادة مال وخير ومن رأى في المنام أسنان من ذهب دل ذلك على الخير والسعادة أما إذا رأى أسنان من فضة دل ذلك على خسارة الأموال ومتاعب في حياة الرات التاج الذهبي في المنام يكون رمزا للعظمة والسمو والمنزلة العالية التي يتمتع الحالم بها إذا رأى الحالم في المنام تاج من الذهب فإن تلك الرؤية تدل على قدوم النقود الكثيرة والخير والمنفعة في حياة الحالم أو الزواج المفرح أو وصوله إلى أعلى المنازل في العمل تفسير حلم الخاتم الذهبي للعزباء رؤية الخاتم الذهب في منام العزباء يعبر عن الخير والسعادة ويدل على السعادة المستقبلية التي سوف تنالها في حياتها مع أهلها وإذا رأت العزباء أنها تلبس خاتما في الحلم أو أن شخصا ما قام بإعطائها خاتم ذهب فهذه علامة على أنها سوف تتزوج عن قريب ويتقدم لها شخص صالح القفز في المنام تشير رؤية القفز في المنام إلى النصر والقوة والتغلب على الصعاب أما رؤية القفز برجل واحدة فإنه إنذار بالخسارة أو التعب أو الشقاء أو الفشل ومن رأى أنه يقفز من مكان لآخر فإنها إشارة إلى تغيير الحالة المدية أو الاجتماعية أو العاطفية إلى الأفضل تفسير رؤية الكعبة في المنام للعزباء تدن رؤية الكعبة في المنام للفتاة على تحقيق الأمنيات والأحلام في حياتها الشخصية والعملية والدراسية إذا رأت الفتاة أنها تأخذ شيئا من كسوة الكعبة في المنام فهي دلالة على عفافها وطهارتها وطباعها الحميدة رؤية الطواف حول الكعبة للفتاة دلالة على رزق وأموال ستأتي إليها اللص في المنام رؤية لص داخل المنزل وكان يوجد مريض في هذا المنزل يدل على الوفاه أما في حالة عدم وجود المريض فذلك بي دل على أن هناك شخص يمكر بالحالم وسيكون سبب لكثير من المشاكل والمتاعب إذا رأيت نفسك تقوم بالسرقة في المنام فذلك بي دل على ذنب سوف تقوم بفعله أو أمر سوف تتعامل معه بذكاء وفتنة وحسن تصرف وسيكون من وراءه خير ومنفع النظر فالمرآة في المنام النظر فالمرآة في المنام إذا نظر الحالم إلى المرآة وكان شكله جيد وجميل فذلك علامة على تغيرات إيجابية وللأفضل في حياة الحالم وأيضا علامة على زواج للأعزب الملاهي والألعاب في المنام الملاهي والألعاب في المنام تدل على لهو وتقصير في العبادات وذنوب ورؤية مرجيحة تدل على أمر فيه حيرة ومشكلة سوف تلها الحالم عن العبادة ارتداء الميت ثوب جديد في المنام يدل على صلاح الميت وأنه ينعم بمكانة جيدة في الآخرة ويدل أيضا على حال بيت أهل الميت من فرح وسرور وتحقيق أمنيات لهم أيوب عليه السلام في المنام تدن رؤيته على البلوى وفقدان الأهل والمال والأزواج وربما وقع الرأي في يمين احتاج فيها إلى فقيه وإن كان الرأي مريضا شفي من مرضه وزال عنه سقمه وربما بلغ ما يرجوه من إجابة دعاء أو سؤال حاجة آيات القرآن في المنام إذا كانت آيات رحمة وكان القارئ ميتا فهو في رحمة الله تعالى وإن كانت آيات عقاب فهو في عذاب الله تعالى وإن كانت آيات انذار وكان الرأي حيا حذرته من ارتكاب مكروه وإن كانت آيات مبشرات بشرته بخير ومن رأى أنه يقرأ آية عذاب فإذا وصل إلى آية عذاب عصر عليه قراءتها أصاب فرحا ومن رأى أنه يقرأ آية عذاب فإذا وصل إلى أي رحمة لم يتهيأ له قراءتها بقي في الشدة الأمعاء في المنام تدل على بنات الزوجات فإن رأى أمعاءه قد ظهرت فإنه يظهر ماله المدخر وقيل إن خروج الأمعاء يدل على أن ابنته تخطب وقيل إن خروج ما في البطن يدل على هدك الستر والأمعاء أموال باطنة ومن رأى أنه يأكل أمعاء غيره فإنه يأكل من مال يتيم رؤية الورد في المنام بيدل على أعمال صالحة بيقوم بها الحالم وتحقيق أمنيات له أما لو قام بقطفها فذلك بيدل على رزق غير دائم تفسير الولادة في المنام للمتزوجة كثيرة هي الدلالات والتفسيرات رؤية الولادة في المنام قد تدل على أن الزوجة قد يحظى بعمل جديد ويحصل من خلاله على المال الكثير الرؤية قد تدل أيضا على الفرج واليقين بالله ولكن في حال كانت المرأة تفكر كثيرا بالإنجاب فقد يكون هذا الحلم من حديث النفس تفسير رؤية يوم الأثنين في المنام رؤية يوم الأثنين في المنام للعزباء تشير إلى خير كثير ورزق وفير للرأي يوم الأثنين في المنام للعزباء تدل على أنها سوف تتعرف إلى شب صالح في الفترة القادمة وسوف يتقدم لخطبتها والله أعلم يوم الأثنين في المنام تشير إلى أن الرأي سوف يسمع خبر سعيد يخص حياته في الفترة القادمة مضغ اللبان في المنام مضغ اللبان، العلك، في المنام أمر يكثر فيه القيل والقال ومنازعة وشكوى الشنطة في المنام الشنطة في المنام تدل على أسرار في حياة الحالم وحمل المتزوجة وزواج للعزبات وشنطة السفر بتدل على السفر وانتقال وتغير في حياة الحالم تفسير رؤية البيض في منام المتزوجة قد يدل البيض في منام المتزوجة عن الحمل والبيض الصغير حمل ببنت والكبير حمل بولد وقد يدل البيض في منام المتزوجة أيضا على المشاكل الزوجية إذا كان بالمطبخ ويوجد به شروق أو كسور وقد يدل البيض في منامها على مشكلة في انتظام التبويض أو سقوط حمل أو خوضها مرحلة للعلاج من أجل الإنجاب رؤية المطر في المنام بصفة عامة تدل على الخير والرزق الوفير الذي سوف يحصل عليه الرأي وكل من كان معه كما أن المطر يدل على فرصة جديدة وحياة قادمة سعيدة إذا رأيت في منامك الكثير من المطر وكنت تقوم بالدعاء في المنام فهذا المنام هو بشرى سرة تدعوك إلى أن تقوم بالدعاء إلى الله حتى يقوم بالاستجابة لك في أقرب وقت ممكن تفسير كلبي يلاحقني في المنام رؤية مطاردة الكلاب للمتزوجة وضها منهم في الحلم تشير إلى أعداء وبالتحديد رجال يريدون تخريب حياتها وطلاقها من زوجها ولو رأت ابنتها العزباء تركض وهي مرعوبة في الحلم وورائها الكلاب المتفرسة تلاحقها فقامت بإنقاذها منهم فقد تكون ابنتها محاطة بأصدقاء السوء والحلمة سيكون لها دورا عظيما في إنقاذ ابنتها من ضررهم حضن الميت في المنام يشير إلى ما يحمله الرأي من حب واشتياق لهذا الميت وأيضا شكر الميت للرأي لقيامه بعمل صدقه أو دعاء له من معاني اسم خديجة في المنام العون والمساعدة حمل وذرية مال وتجارة نقص أو عدم إتمام أمر للحامل ربما ولادة مبكرة ربما تقصير في الصلاة رؤية الدم في المنام رؤية الدم تدل على المشاكل والهموم وإذا خرج من الجسم يدل على خسارة مال أو خروج أذا حسب سياق الفلم ورؤية الدم على الملابس يدل على أن هناك شخص يكذب على الحالم ويسبب له مشاكل رؤية الأسد في المنام تدل على وجود عدوه يكون الحقد والكره للرأي رؤية الأسد في المنام تدل على تعرض الرأي للإصابة بالمشاكل والأحزان والهموم رؤية قتل الأسد في المنام تدل على هزيمة عدو والتغلب عليه رؤية قتل الأسد في الحلم والتغلب عليه تدل على انتهاء المشاكل وزوال الهم والغم رؤية تغيير الاسم في المنام ترمز إلى معنى الاسم المتغير له فإن تغير لإسم أجمل في المعنى كان التأويل يرمز إلى البشائر والتغيرات الجيدة والعكس بالعكس وقد تدل رؤية شخص يغير اسمه في الفلم على التغيير في صفاته وأخلقه ومن رأى أنه ينادي شخص بغير اسم في الفلم فهذا يدل على تغير العلاقة معه لو شفت زوجك تزوج عليك فدي بشر لك برزق قادم إما مال إما شراء بيت إما شراء سيارة إما وظيفة إما ترقية لي إما إزدهار تجارة أو تغييرات لحياةكم عملة للأفضل البسملة رؤيا بسم الله الرحمن الرحيم مكتوبة في المنام بشارة وعلم وزواج وهداية وتجارة رابحة وولد صالح ورزق واسع ومن قرأ سورة البروج في المنام يرزقه الله حب العلم والتعلم والعمل به وقوة وصلاح في الدين يوم عشوراء في المنام يعتبر من صيام التطوع ولذلك صيام هذا اليوم في المنام يدل على كثرة فعل الخير للحالم وأيضا يدل على التمتع بالصحة الجيدة والمعافاة من الأمراض أما عن رؤيته للعزباء فإنه إشارة إلى أنها قد تواجه فرصة جديدة في حياتها وربما فرصة زواجت وتفسير فلم عشوراء للمتزوجة يشير إلى قدوم مرحلة صعبة أو تحديات في حياتها الزوجية ويجب أن تكون حذرة وتتحل بالقوة والثبات لمواجهة هذه المشكلات الحبل في المنام للعزباء بيدل على النجاح وعلو الشأن والتمسك بالدين أما في حالة إذا كان الحبل مربوط فذلك يدل على تعطيلات ومشاكل في حياة الحالمة ويجب الالتزام برقية عواطف بعض معاني اسم عواطف في المنام يدل على الخطبة يدل على الأمور العاطفية يدل على العلاقة بين الزوجين يدل على الحمل عاطفة الأمومة يدل على العطف سحر العطف تدل على القرابة اسم فاطمة في المنام من معاني اسم فاطمة في المنام نفور أو انططاع علاقة مدة زمنية سنتين صلاح وحسن عبادة زوال هموم قد يدل على حمل قطع الكهرباء في المنام قطع أسلاك الكهرباء في المنام يدل على التوقف عن السعي وانقطاع الكهرباء عن البلاد عامة في المنام يدل على قلة الخيرات وغلاء العيش قطع الكهرباء في فرح أو عرس في المنام يدل على التغييرات المفاجئة وتبدل الأحوال للأسوأ ورؤية انقطاع الكهرباء في الشارع في الحلم تدل على تعذر الوصول للمساعي والأهداف النحل في المنام خلية النحل تدل على البيت السعيد والأموال لتغة النحل تدل على البركة والخير والتوفيق في الحياة هجوم النحل أذى وأعداء متربصة بالحالم من نعاني اسم عادل في المنام يدل على ظلم تعرض له الرائي والمنام يبشره بالنصر وقد يدل على العدول والتراجع عن أمر أراده وقرره الرائي ويدل على زوال مشكلة وهم عن الرائي ويدل على الأمان من مخاوف لدى الرائي الأصابع في المنام تدل على الصلوات وتدل على الأولاد والأقارب في حالة قطع أي أصبع فذلك بيشير لقطع صلاة أو قطع رحم وفحالة تشابك الأصابع بيرمز إلى الاجتماعات وصلة الأرحام الأكل مع الأبي المتوفي في المنام للمرأة المتزوجة رؤية الأكل مع الأبي أو الأم المتوفين تشير إلى الرزق الذي سيملأ بيت هذه السيدة ومال كثير سيكون في انتظار زوجها أو مشروع سيدخل به أما في حالة إذا رأت أنها تأكل مع أخيها أو أختها المتوفات فتشير رؤيتها إلى التخلص من الهموم والمشكلات التي عانت منها والتي مرت بها في الماضي البخور في المنام البخور في المنام يدل على التخلص من الحاسدين والحاقدين الموجودين في حياة صاحب الحلم ومن يرى في المنام أنه يستنشق رائحة البخور فإن هذه الرؤية تدل على اقتراب سماع الكثير من الأخبار السعيدة في القريب العاجل وقد يدل على اقتراب انتهاء الخصومة بين المتخاصمين في الحياة معنى اسم عهود في المنام من العهد يدل على الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة يدل على العهود والمواثيق بين الناس ومنها الزواج والوظيفة والأمانة إن العهد كان مسؤولا ويدل على الابتعاد عن مزالق الشيطان فستان الزفاف في منام العزباء المخطوبة لو رأت العزباء المخطوبة أنها ترتدي فستان الزفاف أبيض دل ذلك على زواجها في القريب العاجل وإذا رأت المتزوجة في المنام أنها ترتدي فستان الفرح والزفاف فيدل المنام على أنها سوف تنال سعادة كبيرة في حياتها وأن لله يوفقها في حياتها على الزوجية وأما إذا رأت المتزوجة أن زوجها يهديها فستان فرح في المنام وهي تفرح به كثيرا فيدل المنام على أن الله يرزقها بمولود جميل اسم الله في المنام يدل على التذكير والوعد والوعيد كل حسب حاله ويشير حلم سماع اسم الله إلى الأمن والحماية ومن رأى اسم الله مكتوب في المنام فإنه يحسن الطاعة والعبادة وينال ما يستحق وفالعموم اسم الله في الفلم من العلامات المبشرة بحسن الإيمان وكثرة الطاعات وحسن الختام The wedding dress in a dream of an engaged woman If an engaged single woman sees herself wearing a white wedding dress it indicates that she will get married soon If a married woman sees herself wearing a wedding dress in a dream it signifies that she will attain great happiness in her life and that God will bless her marriage If the married woman sees her husband giving her a wedding dress in the dream and she is very happy with it it indicates that God will bless her with a beautiful baby رموز تبشر بقدوم المال تقبيل الحي للميت المجهول في المنام مال من حيث لا يحتسب رؤية الكعبة والطواف حولها الدعاء في المنام بالثراء رؤية وأكل الفواكه في المنام قراءة آيات من القرآن بتدل على سعة الرزق رؤية المرأة الجميلة في المنام الصلاة في المنام رؤية التراب رؤية الأغنام بكثره في المنام أحلام تدل على الزواج بمن تحب رؤية الحبيب يهديك خاتم ركوب السيارة مع الحبيب إهداء الحبيب ملابس جديدة أو خاتم أو هدية إهداء الحبيب مصحف الدعاء بالزواج بمن تحب في المنام التبول في منزل من تحب على السفر مع الحبيب في المنام دخول المسجد سويا ارتداء تاج على رأسك وأنتي سعيدها بذلك صلاة مع الشخص الذي تحبه اسم الله في المنام يدل على التذكير والوعد والوعيد كل حسب حاله ويشير حلم سماع اسم الله إلى الأمن والحماية ومن رأى اسم الله مكتوب في المنام فإنه يحسن الطاعة والعبادة وينال ما يستحق وفالعموم اسم الله في الحلم من العلامات المبشرة بحسن الإيمان وكثرة الطاعات وحسن الختام إبراهيم عليه السلام في المنام تدل رؤيته في المنام على الخير والبركة والعدادة والسيادة والرزق والإثار والاهتمام بالذرية الصالحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعلم والهد الساعة في المنام الساعة في المنام ساعة اليد في المنام تدل على زواج أو حمل أو وظيفة أو خير ورزق للحالم أما عن ساعة المنبه فهي تتنبيه على شاء للحالم مثل الصلاة أو دين أو نذر الضياء في المنام بيؤول بالتشتت والحيرة والتوهة وعدم المسؤولية الكافية منك لتولي زمام أمورك بشكل جيد إذا رأى الحالم إنه يساعد شخص يقتل شخص في المنام فده بيكون دلالة على ارتكابه ومشاركته في زنب أو معصية أما إذا كان القتل بالصم في المنام فده بيكون علامة على تعرض الحالم لمكر وتعرضه لكتير من خسائر والنوائب أما عن القتل بالرصاص في المنام فده معناه إن الحالم هيدخل في مشاكل وخلافات مع الآخرين أما عن رؤية القتل الطعنا في المنام فده بيدل على الغدر والنفاق من قبل أشخاص حواليك أما عن قتل الشخص عمد في المنام فده بيدل على إن الحالم بيتعرض لمعيشة فيها نوع من الزل والقهر والشدة أما عن رؤية القتل بين الأقار في المنام فده بيدل على فساد العلاقة بينهم في الواقع وقتل الزوج في المنام بيدل على تعادي الأقارب على بعض حقوقه أما عن قتل الإبن في المنام فده بيكون دلالة على الضرر يسيب الإبن اسم الناصر في المنام من الأسماء المحمودة المبشرة بالخير والسعادة والرزق والوظيفة والترقية وبالمصر ويدل أيضا على الظفر وعلو الشأن والمكانة العالية وانتصار على همومك وديونك وأحزانك اسم يعقوب في المنام من معاني اسم يعقوب في المنام مشاكل على أولاده مشاكل في النظر بلاء يعقبه تمكين عودة غائب حملة بعد طول انتظار صلاح ورجوع إلى الله المفاتيح في المنام المفاتيح في المنام تدل على فتح وخير ورزقه زواج للعزبات وحملة للمتزوجة أما إذا كان شكلها سيء فذلك بيدل على مشاكل وتعطيلات ومتاعب الصعوباني الاسود في المنام بيكون عدوه شديد الحسد شديد الكرب شديد العداوة نفسه بيكون خبيثة جدا وبيكون لك مشاعر عداوة شديدة جدا ويجب الحصر منه أما لو تقرر معك رؤيته فده بيكون علامة إصابة روحية وغالبا بيكون خادم سح ولازم أنك تلتزم برؤية شرعية وصورة البقرة تفسير الكحل للمطلقة رؤية المطلقة الكحل في المنام يدل على تحقيق ما تريد وحصولها على وظيفة مرموقة تدر عليها كثير من المال رؤية تكهين بالكحل في حلم المطلقة في المنام يدل على زواجها من شخص على خلق ودين الشرطة في المنام الشرطة في المنام ترمز إلى الأمن والطمأنينة والراحة رؤية الشرطة في الحلم تدل على تحقيق الأهداف والوصول للنجاح والتفوق رؤية رجال الشرطة تدخل إلى بيته في المنام تدل على النعم وانتهاء المشاكل وزوال الهموم رؤية منادات رجال الشرطة على الرأي باسمه في المنام تدل على تغييرات إيجابية كثيرة في حياة الرأي رؤية اسم مريم في المنام يشير لنيل المآرب والمرد الذي يسعى إليه الرأي واسم مريم العذراء في الحلم يدل على حسن الخلق والدين والزواج من فتاة اسمها مريم في المنام يدل على نيل الرفعة والسرور وحلم سماع اسم مريم يدل على سماع أخبار سرتي ومفرحة البرقوق في المنام إذا رأاه الإنسان في منامه في أوانه دل على خير وعافية وإذا رأاه في غير أوانه دل على هم وتعب وشجرة البرقوق هي رجل ينفع جميع الناس رؤية العقرب في المنام للمتزوجة يرمز لخسارة المال والرزق بسبب عدو مكار وإذا رأت عقرب أصفر في الحلم فذلك دليل على مرضها وسوء في حالتها الصحية والهروب من العقرب في المنام للمتزوجة دليل على نجاتها من خطر وشر كاد يهلكها وحلم قتل العقرب للمتزوجة يدل على تمكنها من خصومها ورد اعتبارها المقص في المنام المقص في المنام إذا قام الحالم باستخدامه في المنام بيدل على قطع علاقة مع أشخاص وأيضا بيدل على مشاكل ومتاعب أما في حالة استخدامه في قص شريط بيدل ذلك على بداية جديدة في حياة الحالم تجديد بطاقة شخصية في المنام ترمز لنيل المناصب وعمل جديد ومن رأى يجدد الهوية المكسورة في الحلم فهذا يدل على التخلص من المشاكل والمتاعب وعدم القدرة على تجديد بطاقة شخصية في الحلم تدل على عدم القدرة على تحمل المسؤوليات ورؤية تجديد الهوية لشخص آخر في الحلم تدل على تقديم المساعدات للآخرين تفسير جمع البيض الكثير يرمز حلم جمع البيض لكثرة النسل وربما تدل رؤية جمع البيض على جمع الكثير من المال ومن رأى أنه يلم البيض من الأرض في الحلم فذلك دليل على نيل الأرزاق الكثيرة غير المحسوبة ورؤية جمع البيض من تحت الدجاج في المنام تدل على نيل فائدة من الزوجة أو الأولاد أو أخذ مال من امرأة والله أعلم رؤية تغيير حفاظة الطفل في المنام ترمز للتغيرات التي تطرأ على الحالم وتكون للأفضل ورؤية تغيير حفاظة الطفل ذكر فيه الحلم تدل على التخلص من الهم والمسؤوليات الذي يتحملها الحالم ومن رأى أنه يغير حفاظة طفلة أنثى في الحلم تدل على الفرج القريب أما رؤية تغيير حفاظة الطفل رضيع في المنام تدل على البدايات الميسرة الأم في المنام رؤية الأم في المنام تدل على الأمن والأمان كما تدل على الحب والعطاء والحنان وتدل رؤيتها على الخير والبركة وزوال الهم والقرب من حياة الحالم وفي حال التحدث إلى الأم في الحلم فالرأي سيتخذ قرار سليم في حياته ورؤية احتضان الأم في الحلم دلالة على الشعور بالسعادة والاستقرار النفسي الذي يعيش به الحالم عسل النحل في المنام عسل النحل في المنام يدل على الشفاء والعلم النافع والسعادة ونقاء القلب أما وضعه على اللسان يدل على أن الحالم كثير الذكر لله الاستعادة في المنام من رأى أنه يكثر الاستعادة بالله تعالى من الشيطان فإنه يرزق علما نافعا وهدى وأمنأ من عدوه وغنا من الحلال وإن كان مريضا شفي من مرضه خاصة إن كانت إصابة روحية وربما دلت الاستعادة على الأمن من الشريك الخائن والطهارة من النجس والإسلام بعد الكفر الجوافة في المنام للحامل الجوافة في المنام للحامل يدل على تيسير الولادة وسهولتها رؤية الجوافة الخضراء في منام الحامل يدل على زوال متاعب الحمل وعلى سهولة الولادة رؤية قطف الجوافة في منام الحامل يدل على سعادتها بالمولود رؤية أكل الرز المطبوخ في المنام من رأى في المنام أنه يقوم بأكل الرز المطبوخ فإن هذا يدل على أن صاحب الحلم سوف يرزقه الله الخير بعد مشقة وشدة طويلة من رأى في منامه أن نبات الرز أصابه الجفاف وأصبحت جفة ويابسة فدلالته على اليأس الذي يصيب الرأي حصيلة صعوبات أو تحديات انتجابه بحياته من فاتته صلاة الجمعة في الحلم تفويت الصلاة في المنام مكروه عموما ومن فاتته صلاة الجمعة في المنام ربما تعصرت أموره وتعطلت أحواله ومن فاتته صلاة الجمعة في المنام قصدا فهو يتبع الضلال وأهل الفساد وأما من فاتته صلاة الجمعة في المنام عن غير قصد فهذا يدل على أمور عسيرة وهموم تصيبه وقد يدل على تفويت الصلاة فعلا رؤية الببغاء الملون في المنام تدل على رجل محتال ماكر ومن رأى أنه يربي الببغاء الملون في الحلم فهذا يدل على معاشرة المنافقين ورؤية إطعام الببغاء الملون في المنام تدل على الإحسان لمن لا يستحق وتشير رؤية حمل الببغاء الملون في الحلم إلى التعرض للأذى والشرور وعندما ترى أنك تمسك بالببغاء الملون في المنام فهذا يدل على كشف احتيال ومكرى تفسير حلم الرسوب في الامتحان قد يدل هذا الحلم على فشل الحالم في التخطيط لمستقبله وحياته القادمة وإن كان الحالم طالبا فهذا دليل على نجاح الطالب في كل المواد الدراسية هذا العام وربما يدل الرسوب على أن الحالم يخاف ويقلق ولديه هلع من العديد من الأشياء في حياته تفسير أخذ الشوكولاتة في المنام تدل على الخروج من القرب الذي كان يعاني منه صاحب الرؤية والفرح والسعادة وتحسن الأوضاع العاطفية والحاجة للاهتمام والحب ممن حوله وأيضا الحصول على المكافآت والأموال حلم إرضاع طفل للعزباء حلم محمود في الغالب فقد يدل على اقتراب موعد خطبتها أو على المال الكثير الذي سوف تحصل عليه في حياتها وقد تكون رؤية سيئة ونذير شؤم في حال كانت لا ترغب في إرضاع هذا الطفل أو كان هو لا يرغب في الرضاعة منها ورؤية الرضاعة بشكل عام للمرأة دليل على الرزق الوفير والبركة في العلم والدين والأخلاق ترمز رؤية اسم عبد الله في المنام لحسن العبادة والطاعة والابتعاد عن المعاصي ومن رأى شخص اسمه عبد الله في الحلم فإنه يعاشر أهل الصلاح والعبادة ورؤية طفل اسمه عبد الله في المنام بشارة خير بالصلاح الذرية أما موت شخص اسمه عبد الله في الحلم دليل على الاكتعاد عن الدين اسم محمد أو محمود في المنام يرمز للذكر الجميل بين الناس والأخلاق الحسنة ومن رأى أنه يكتب اسم محمود في الحلم فإنه حسن السيرة وقيل رؤية شخص معروف اسمه محمود في المنام تدل على حسن خلقه وأفعاله بين الناس ورؤية طفل اسمه محمود في المنام بشارة خير بتيسير الأمور المعصرة رؤية اسم اسماعيل في منام العزبات يدل على إنها تتصف بالخصال الحميدة والخلق الحسن والورع وإشارة أنها تتمتع بالحكمة ورجاحة العقل فيما تقوم به من أمور خاصة بها وقد تدل أيضا رؤية اسم اسماعيل في منام الفتاة أنها سيتم خطبتها بشب على دين وخلق إقامة الصلاة في المنام إقامة الصلاة تدل في المنام على إنجاز الوعد وبلوغ المراد وعلى الفرج لي من هو في شدة ومن رأى كأنه أقام الصلاة على باب أو سرير فإنه يموت ومن رأى سجينا كأنه يقيم الصلاة أو يصلي قائما فإنه يطلق من السجن ومن رأى أنه الذن وأقام الصلاة فإنه يقيم سنتا ويميت بدعة الأخ في المنام ترمز رؤية الأخ في المنام إلى المشاركة أو المساعدة بالمال ورؤية الأخ الصغير في الحلم تدل على البهجة والسرور ورؤية الأخ الكبير في المنام تدل على العزوة والسند ورؤية عناق الأخ في الحلم تدل على التعاضد والتكاتف معه وحلم الشجار مع الأخ يدل على نشوب الخلقفات العائلية الأرنب هو في المنام يدل على امرأة ومن أخذ الأرنب تزوج المرأة وقد يدل الأرنب على رجل جبان ومن رأى أنه أصاب من نحم الأرنب أو جلده فهناك خير قليل يصيبه من امرأة بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة إن شاء الله هنبتدأ أول حصة في تعليم التفسير مع بعض أول فيديو حبيت أن أزله هو شروط لازم تكون موجودة في كل واحد فينا أو لأي واحد حابب في المجال ده أول حاجة لازم تعزز جواك الإخلاص يعني تكون إيتك خاصة لله سبحانه وتعالى فقط ما ينفعش أكون داخل من باب الشهرة من باب الفلوس من باب التطفل ومعرفة أحوال اللعبات لأن إحنا عارفين أن الأحلام بتكون كشفة جدا وبتبين أسرار وخفايا نفوس فلازم يكون فيه باب ستر من المعبر للحالم ثاني حاجة عندي برضو نازم أعززها جوايا الإجتهاد لازم تكون موجودة في كل معبر لازم تشتغل على نفسك كتير جدا ما ينفعش تحصل نفسك في كتاب واحد أو مفسر واحد لا أنت تسمع لكذا مفسر تقرأ كذا كتاب لازم الممارسة كتير جدا لأن مع الممارسة أنت كده بتزود معلوماتك وبتفتح مدرجك وبتلم برموز أكتر في تفسير الأحلام ثالث حاجة برضو حبيت أنوها عنها الصبر وعدم الاستجال ما تقس بالراحة وحدة وحدة لأن علم الأحلام ده علم مكتسب وعلم الشرعي علم زي أي علم يعني ده رأيي في ناس بتقول أنه هو موهبة وفي ناس بترجح أنه هو علم الشرعي أنا شايف أنه هو علم الشرعي بس محتاج منك دراسة شوية مع توافر بعض الصفات اللي تكون موجودة فيك على الأقل مثلا يعني لازم يبقى عندك فراسة لازم يبقى عندك زكاء قوت ملاحظة عشان تعرف تستمبت إلى جوا الحلم بس ده برضو عايجي مع الممارسة والخبرة آخر حاجة ودي بالنسبة لي أنا أهم حاجة حاول تكون داعية إلى الله أو داعي إلى الله يعني ما ينفعش تخرج من الحلم غير وإنت سايب لنفسك صدقة جارية ما ينفعش تخرج من الحلم إلا وإنت سايب لنفسك بصمة بمعنى مثلا مواضح في الحلم إن الحلم هنا قاطع ورحم حاول بعد ما فسرت لا تدينه بسا نافذة مختصرة عن أهمية صلاة الرحم واحد مثلا قانت من ربنا شوية لا هنحاول برضو بعد تفسيرنا نحن نرفع معنوياته شوية ونعرفه ونشعره بعظمة ورحمة وكرم ربنا معاه واحدة مثلا مش بنصلي ما ينفعش أسيب الحلم كده لازم أديه نافذة شوية عن الصلاة كونك أنت كون داعية أكتر منها مفسر فدي بتبقى صادقة جارية وعلم نافي عليك وكمان هتكون نافر غيرك فالعضل الله يفتح عليك بسبب جبرك لعباده حاجة كمان ما تمنعش خالص علم أو خير أو معلومة أنت عرفها عن حد ليه؟ لأن دا تعتبر ذكاة علم ربنا ادهي لك علشان تنفع بها غيرك ما ينفعش تداري دعني دي مش مثلا من ذكاء منك أو أنت كده مثلا بتعلي رصيدك تبقى أنت مفسر الوحيدة عرفت تفسر بالعكس ربنا ساعتها مش هيفتح عليك دع ربنا بيفتح عليك وبيزيدك علم لألي أنت بتنفع عباده ربنا مش هديك العلم ده كده طالما ربنا اداك العلم ده يبقى ربنا عايز منك رسالة معينة فأنت لازم تحقق رسالة ربنا فيك فيريد تنفع غيرك أي معلومة عندك تديها لغيرك أي حد بيسألك عن حاجة اشرح باستفادة ما تدخلش عليهم معلومة خالص وساعتها تلاقي ربنا فتح عليك تمام الفتح ربنا يا ربي يفتح علينا جميع الفتوح العارفين إن شاء الله ويجعلها سرقة جارية وعلمنا فعلينا ورغلنا إن شاء الله وبكده أنا أكون خلصت المقدمة بتاعت النهاردة ينتظرونا إن شاء الله في الفيديوهات الثانية والشكرا للمتابعتكم بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة إن شاء الله نحس مع بعض في كورس تعليم للتفسير وهنشرح فيها بعض المصطلحات الضروري جدا لازم تكون عارف معناها لأنها تستمر معنا لنهاية الكورس أو طول ما إحنا مع بعض في القناة عشان نسهل على نفسنا وإحنا بنتكلم إيه المقصود من الشرح طب إيه المصطلحات دي في حاجة عندنا اسمها الرمز حاجة اسمها القارينة الداخلية حاجة اسمها القارينة الخارجية يعني إيه الرمز؟ هنشرح حاجة كده بالدور الرمز هو كل حاجة موجودة حولنا في الواقع إزاي مثلا؟ دلوقتي أنا عادة في قطي إيه اللي حولي؟ فيه مثلا سرير فيه دولاب فيه مراية فيه تربيزة فيه مروحة فيه لمبة فيه نجفة فيه سطورة هكذا يعني أي حاجة موجودة حوليك في الواقع محيطة بيك اللي لازم تليها جوة الحلم هو ده اللي بيسمين الرمز هتلاقي الحلم فيه كذا رمز ممكن تلاقي المكتب ممكن تلاقي السرير ممكن تلاقي المطبخ ممكن تلاقي السفرة ممكن هكذا فكل رمز من الرمز دي أنا كمفسر بيديني دلالة معينة دي بقى اللي احنا هناخدها بعدين لما نجي نتكلم في الشرح الرمز الكتير مع بعض بس ده مش موضونة دلوقتي أنا بس عايزك تعرف يعني ايه هو الرمز كده احنا اخدنا الرمز تاني حاجة عندنا بعد كده ايه هو القرينة الداخلية يعني ايه القرينة برضو بشكل مبسط جدا هو الوصف بتاع الرمز جوة الحلم يعني ايه دلوقتي مثلا انا شفت باب في الحلم طيب الباب ده ايه بقى وصفه يعني هو بابه بس لأ ممكن مثلا في الحلم البيهب كان كبير جدا أو البيهب كان صغير قوي أو الباب كان دايق قوي لأ الباب كان من الحديد لأ مثلا الباب كان مصنوع من الخشب الباب كان مصنوع من الإزاز الباب كان مقصور وهكذا يداني وصف يبا هي دي القرينة الداخلية للرمز ممكن مثلا بنت لابسة فستان ادي الفستان ده رمز طب ايه القرينة بتاعت الفستان جوة الحلم مثلا الفستان كان دايق قوي لأ الفستان كان واسع الفستان مثلا كان حلو كل حاجة بس كما من غير كميم الفستان كان فتحة السدري بتاعته مثل وصع شوية الفستاني كان فيه بقع من وراء بيوصف حاجة معينة للرمز يبقى دي اسمها القارينة داخلية بتاعة الرمز مفيش رمز ثابت في الحلم الرمز بيبقى ليه معنى وعلى الدلائل التانية بتختلف عشان كده لما بيقول ان كل حلم الثاني بيختلف الرمز جواه لان كل حلم والتاني الدلائل اللي حاولين الرمز او القارينة اللي حاولين الرمز بيكون مختلفة تمامة من واحد للتاني وكمان حسب الحالة اللي معي الحالم متزوج الحالم أعزب الحالم متزوجة الحالم مثلا طفل لأ شاب لأ راجل كبير في السن وهكذا فكل واحد بيبقى ليه ظروف معينة بيبقى ليه تفسير معين حسب الرمز وحسب القارينة زي ما خلاص فهمنا كده وحسب الحالة بتاعة الحالم الحالة بتاعة الحالم هي دي القارينة الخارجية يعني إيه القارينة الخارجية هديكم مثلا مثال بفاردة أنا شفت في المنام المطبخ المطبخ بيبقى ليه دليلات معاناة في الرزق طب انا مثلا شفت المطبخ بتاعم الكركب يبقى انا هنا الرمز كان ايه المطبخ ايه هي القرينة الداخلية بتاعته ان كم كركب ده يدني انك مفسر ايه مثلا ان فيه مشكلة في الرزق اللي الرزق عنده مش يعني ايه عند الحالم مش متزبط فيه خلل فيه حاجة فيه ازمة فانا اسأل الحالم اقول له مثلا فيه عندك كرب مادي فيه عندك مشكلة معينة ال ا يبقى كده القرينة الخارجية تناسبت والتطبقت بالزبط مع القرينة الداخلية انا كده عرفت اللي انا ماشي صح كده فكيت شفرت اول رمز واته كده اول معلومة اتكونت معايا في الحلم وهكذا بقى لو امشي بقية الحلم والتساسل بتاعه اشوف الرمز اشوف القرينة الداخلية بتاعته لو محتاجة اسأل عن قرينة خارجية تمام مش محتاجة خلاص ودي برضا راخدها بعدين نحن مش عايق السئلة لاتسألها لازم لما اجي اسأل الحالم لا يوجد من باب التطفل لا يوجد من باب حشرية فانا هستفصل بزيادة عن حياة الحلم انا لا يخصني الحالي في شيء انا بينه وبينه تفسير وبينه وبينه ربنا في صدق التفسير وانا اتقي ربنا في حفظ ساتره مثلا او في حفظ عيب او لو شفت حاجة معصية زيب ومعين انا يعني بينه وبين نفسي قدام ربنا لازم اسطره اكتر من كده مليشي ان اتدخل اكتر من كده مليشي ان اسأل اسئلة ما تخصنيش مش هتفيدني بحاجة فلازم يبقى اسئلة في مكانها المناسب تخدمني في التفسير وتخدمني اللي انا ادي الحلم تفسير ضقيق يرضي ويكون مجتنع بيه كمان هو ده المعنى وهو ده المقصود لما اجي اقسم الحلم بتاعي رمز وقارينا وبالتدريج لما اجي افق رمز رمز هلاقيني كوينت مثلا 3-4-5 معلمات عن الحلم ده كله وبطريقة معينة وبالسياغ وكده الشيء حلوة او مجايك اتباله التفسير بتاعه وده كان درسنا النهاردة ويا رب يكون وصل لكم بشكل مبسط ولو في اي اسئلة انا ممكن تكتبوها تحت في الكومنتات وانا اجابكم عليها الفيديو الجاي ان شاء الله وانتظرونا في فيديوهات تانية وشكرا لمتابعتكم بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة ان شاء الله هنتعلم ازاي الرموز اللي بتابلنا في احلامنا احنا بنفسرها بناء على ايه بيكون بناء على بعض القواعد اللي احنا بنمشي عليها اول قاعدة النهاردة هنعرفها هي قاعدة بدلالة بالقرآن الكريم ازاي مثلا جاي حلم واحد بيقولي انا شفت نفسي راكب سفينة بغض النسبة عن تكملت الحلم ايه طب انا كمفسر شفت السفينة السفينة دي هترمز لايه لما ارجع للقرآن هلاقي السفينة مثلا عندي صورة العنكبوت ايه 15 بتقول لنا بسم الله الرحمن الرحيم فانجا هنا هو اصحاب السفينة سرق الله العظيم هلاحظ هنا ان السفينة ارتبطت بالنجاة السفينة ارتبطت بالنجاة فمعنى كده انا هقولي الحلم دي نجا لك من شر ده كده مثلا مثال نيجي لمثال تاني عشان اكد معنى القعدة دي ييجي حلم يقولي انا مثلا قد طالع على سلم خشب او مثلا انا كنت داخل من باب خشب كبير او مثلا انا كان فيه خشب كتير محدود حوالي اوكي طب انا الخشب هنا هفصره ازاي برضو نفس الطريقة هاعرض الرمز ده على القرآن الكريم هلاقيه موجود ولا مش موجود الخشب مثلا ذكر عندي في سورة المنافقون ايه اربعة بسم الله الرحمن الرحيم كأنهم خشب مسندة سرق الله العظيم هنا ربي نعوص في المنافقون اداهم رمز الخشب علشان كده انا لما بشوف خشب في المنام عندي ببقى عارفة الحالم هقول له مثلا تحذير خلي بالك انت فيه حاوليك حد منافق خلي بالك انت محاط بمجموعة ناس مثلا منافقين فانت اخد حذرك وشوف انت بتعامل مع من كويس مثلا دي دا ليلة حاجة كمان مثلا لما نشوف حد متوفق جاي بيتحك احنا معروف الدارج بنقول ايه ما شاء الله ده في مكانة كويسة ده في مكانة طيبة ده حال طيب احنا عرفنا ده على اساس ايه اولنا على اساس ايه هنرجع للوضع ده في اللي هي صورة عبسة اية 38 والاية 39 بسم الله الرحمن الرحيم وجوهن يوم ازم مصفرة ضحكة مستبشرة سرق الله العظيم فمن هنا عرفنا ان الميت لما بيكون جاي بيتحك دي حاجة بشرة لي حاجة استوشار بي فاحنا بنستفشر بحال الميت تمام وعليه اي رمز بيقابلنا بنعرض على القرآن الكريم لقيناه يعني شوف رمزه في الاية بيتكلم عن ايه يبقى ده رمز والمعناه السابت ما ينفعش احرف فيه ما ينفعش اعمل مثلا تصحيف ما ينفعش اعمل ضده ما ينفعش اعمل قلب القواعد تاني هنعرفها لا انا بيأخد المعنى اللي موجود عندي في الاية ما ينفعش انا احرف في معاني القرآن الكريم وعليه علشان نقوي الحتة دي عنداني في التفسير طبعا لو عادنا نتكلم هناخد رمز كتير اوي انا بس اديكم مثال يعني ومطلوب منك تخصص نفس الجزء في اليوم انك تقرأ مثلا كتب في تفسير القرآن الكريم وانت بتقرأ او حتى وانت بتقرأ بوردي بتاعك اليومي حاول تستحضر الرمز وتشوف كل رمز مقصوب به في الاية هنا بيتكلم عن ايه لان الرمز دي من سيارك هتقابلها في الاحلام اللي بتتعرض عليك وعليه انت هتعرف تفصل معناها وبتالي الحلم بيبتدي تضح لخط وخطوة ودي كانت اول قاعدة معنا اتمنى يكون المعنى وصل لكم وان شاء الله انتظرونا في القاعدة التانية اللي بنتفصل على اساسها بسم الله الرحمن الرحيم من قاعدة ان شاء الله هنتكلم عن تانية قاعدة من قاعدة التأويل وهي التأويل بدلالة الحديث زي ما اتفقنا ما هي فاتت برضو هتقابلنا بعض الرموز الرموز اللي ممكن تكون مذكورة في الحديث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فحنا بنعرف معنى الرمز من هنا هنديكم مثال على كده مثلا الفقراء الفقراء سيدنا محمد سمها ألف وثقة عشان كده انا المسلا ما جيلي حالم يجي يقول لي اللي انا شفت فقر ايه فقر بقى فقراء بس يغلبا الفقراء بمعنى انيس أكتر المهم يجي الحالم يقول لي ان فيه فقراء دخلت عندي في البيت فقراء كانت مساخبية فقراء اي ان كان بقى فيه مقهة في الحلم انا على طول بحذر الحالم او الحلمة فيه ست مش كويسة فاصقة بيكون دخل ابنية خراب البيت فاحذري منها خلي بالك منها انا جبت ده منين جبت من حديث حاجة تانية برضو مساء تانية عشان نأكد مثلا لما بيكون فيه ضلعة الضلعة ذكرى كلمة الضلع في المنام هنا بيؤول على طول بالنساء او المرأة لين برضو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث بيقول ان مرأة خلقت من ضلع اعواج يبقى عشان كده الضلعة هنا بيؤول بالنساء الحديث طبعا بتبقى كبيرة ولليها اخراج فانا بس عشان الفيديو ما اتقرش معي فانا اقول لكم امثلة القوارير عندي بتعبر بالنساء اللبن مثلا بيعبر بالعلم والدين والفطرة ده برضو كلها بناء على احاديث مثلا القميص احيانا القميص يعبر بالدين وفقا لحديث عن ابي سعيد الخدري كان اول بالدين تمام ممكن عندنا رمز منفتيح المفتيح في الاد بيكون مال وعز وسلطان وفتح عندنا مثلا السحاب السحاب في المنام بيرمز الحكمة والسمن والعسل بيرمز احيان القرآن او السنة دي كلها بناء على الاحديث والاحديث طويلة فانا بس اختصر عشان الفيديو وهكذا فانا كل رمز برضو بناء على الاحديث اللي عندي بكل شرح او نقرأ تفسير بعد الاحديث ممكن نبدأ بداية بسيطة بالاربعون النووية نقرأ حديث حديث ونرى تفسير ومعناه وبالتدريج ممكن نتعمق اكتر في الاحديث لو هاخدنا كل يوم حديث فده بيجعل لدي انا ملكة اقوى في التفسير وكمان هيبقى عندك نصوعة اكتر بالرموز ودلالتها الفيديو الجاي بقعدة جديدة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى وسلم وبرك على سيدنا محمد النهار ان شاء الله هناخد مع بعض بعض الرموز اللي احنا لو شفناها في المنام بتاعنا نعرف ان في حد لقدر الله عمل لنا سحر بس ناخد بالنا من حاجة اني لازم يكون الرمز عندي مكرر يعني ايه مكرر يعني بيزهر معي في المنام بشكل بتاكد المنفعش مثلا ان اشوف الرمز ده مرة او مرتين ساعتها اقول نفس ان انا عندي سحر واو من نفسي وادخل بقى في دوام الاصابة والدجل والكلام ده لازم يكون عندي بصفة مكررة وكمان يكون عندي حاجة خارجية يعني ايه خارجية يعني حياتي من برة مثلا يكون فيها تعطيلات في الواقع لازم يكون ماشي مع الرمز اللي موجود جوا الحين تمام طب تعالوا مع بعض ناخد رمز رمز اول رمز عندنا لو شخنا في المنام لو لقينا حيوانات مفترسة بتهجمنا يعني ايه حيوانات مفترسة تعالب بصود نمور فهود اه ممكن مثلا احيانا جمل احيانا دب رغم من الجمل ما يعتبرش الواخد الرمز الفريسة او انه قادر اقول عليه حيوان مفترس لكن مهاجمة الحيوانات دي بتكرار زي ما قلنا دي بيجيلي انا فيه سحر للحالم هنا وبالزات كمال لونها اسود ايه تعبين سودا عقريب سودا كلاب سودا الاسود طبعا مشوش اسد اسود لكن مهاجمة الاسد لكي المهاجمة التنم اللي كنت لقي مسك بجري وراك في المنام عايز يأذيك فاي مهاجمة من اي حيوان تارس او حيوانات لونها اسود ولازم تاني شرط مكرر عندنا الاحلام دي يبقى دي على طول نعرف ان فيه غلط في اصابة عندي لا اسطوب بقى واخد بالي وبتدي برنامج روكا دي رقم واحد رقم اتنين ممكن برضو رؤية البورس باعداد كبيرة البورس باعداد كبيرة بيحيلي انا بسحر مرشوش بعكس مسلا لو شفناها على الحيط او كده بيبقى عين او حسب بس ده مش مجرد دلوقتي خلينا في البورس اللي بيبقى بكمية كبيرة على الارض بيبقى سحر مرشوش للرأي مسلا عندي برضو رؤية المقابر وجودك في المقابر باستمرار احيانا بترمز لانا السحر مدفوض بس احنا مش مش هركز اوي على انواع السحر يكفي بس اللي احنا اخدنا دلانة السحر وعليه لازم نعمل رقفة مع نفسنا وانتبع روك الشرعية ان شاء الله يبقى عندنا قولنا مهاجمة الحيوانات وقلنا البرس بالكمية كبيرة وقلنا وجودك داما باستمرار في المقابر او اماكن مجهولة داما بتنشي في ظلام مثلا او احيانا بتلاقي اماكن مهجورة مظلمة داما بتلاقي نفس الوقت في اماكن زي كده برضو معنا من ضمن الرموز التانية ممكن تلاقي دخل في الجسم مثلا مسامير زجاج يعني دي كلها برضو اشارات ان فيه سحر معمول للحالم حتى مثلا ونشتاقي من كلمة مسامير ودي برضو قاعد الاشتراك هنشرح ها لما نيجي نبتدي ان شاء الله ونتعلم تفسير الاحلام خط خط مع بعض وإذن الله هنزل كورس في القناة تابعوني هنتعلم مع بعض زي نفصل احلامنا بنفسنا مسامير لو هنشتاقي منها يعني يعني ايه نشتاقي يعني بنقسم الكلمة حتيلي معنا كلمة مس فده برضو معي هنا ان فيه هنا خطر هنا خلي بالك فيه هنا ازع عليك وبرضو مش هننسى هفضل اتكرر كل شعان لازم تكون الرمز دي مكررة دي حاجة حاجة كمان برضو احيانا مثلا موجود العقد وقود عقد رايي لقيه في الاكل ويلاقي فيه شعر او يلاقي فيه خيوط خلاص دي دلالة قوية جدا ان هنا فيه سح ممكن برضو رمز يجي معنا حاج يخرج من خط او شعر برضو دلالة مهمة جدا وواضحة جدا يعني من اكتر الدلالات الواضحة الخيط او الشعر اللي بيخرج من الفم او ديفة خالص وكمان الحلم بقى مش قادر ان هو يقضي حقه ومشارة حمامة بس ممكن برضو يلاقي نفسه فاملكل فيها نجاسة اناكن فيها كذرات فده احيانا برضو بيشير لسحر مسلا معمول بسحر بالنجاسة ممكن حاجة تانية برضو الموت تحت اطبار للقطار لو ده بيشوف نفسه واحد مثلا قطر عد عليه ومات تحت القطر دي برضو من علامة من علامات السحر المشف التين هي برضو دي يعني مش هاخدها من اول مرة نجيدي برطبش علامة قوية اول لان احيانا بتبقى علامة زنوب بس احنا اتفقنا بناخد بقية الرموز في الحلم وبنشوف باقي دلالي الحلم وبنكمان بنقارن بين القارنة الخارجية او الشيخ الخارجية يعني حياة الحلم في الواقع وبنجبطها بين وبين الدلالي والرموز اللي معايا في الحلم يبقى كده مراجعة سريعة قبل ما نخلص علامات لو شفناها نعرف اطول اللي احنا مسحوين ونازم نعمل وقفة ونازم نتجه لروجة الخراية تاني قلنا مع هجمة الحاملات المفترسة وكل لونها غالبا اسود عندنا التعبين عقارب كلاب قطط ممكن ضد قصود نمور الجمال لو الجمال جاي برضو شكل مؤذي دي حاجة حاملات تكون كذرة او وجود في اماكن كذرة او اماكن نجاسة فيها كذرات وجود الابرس بالكمية كبيرة وجود الاكل او يكون في شعر او زجاج او حشرات او خيط الانسان يخرج من فم خيط او شعر ممكن برضو بتلاقي نفس الده من المشي في اماكن مظلمة ومهجورة المشي باستمرار في الكبور وكمان حاجة اخيرة الجسم يدخل فيه مسامير دبابي زجاج دي كلها علامات يكون بناسبة كبيرة جدا يدي لي انزار خطر ودي من الاحلام اللي نقول عليها ان هي احلام نزارة يعني ايه نزارة يعني بيكون ازام ربنا ربنا جيم رحمة ربنا بيك بيعرف خلي بالك هنا انزار فيه اصابة لك فانت لازم بسرعة تلجع لروكة شرعية وصورة باستمرار معينا كده بإذن الله خلصنا الفيديو بتاع النهاردة هتمنى تكون نلع اعجابكم مستفدتم وبتنسوش الاشتراك واللايك وان شاء الله اتبعوني حتى هننزل مع بعض رموز ثانية كتير وبإذن هنتعلم مع بعض ازاي يفاصل احلام وشكرا لمتابعتكم فستان الزفاف في منام العزباء المخطوبة لو رأت العزباء المخطوبة انها ترتدي فستان الزفاف ابيض دل ذلك على زواجها في القريب العاجل واذا رأت المتزوجة في المنام انها ترتدي فستان الفرح والزفاف فيدل المنام على انها سوف تنال سعادة كبيرة في حياتها وان لله يوفقها في حياتها على الزوجية واما اذا رأت المتزوجة ان زوجها يهديها فستان فرح في المنام وهي تفرح به كثيرا فيدل المنام على ان الله يرزقها بمولود جميل first in the dream and God will bless her marriage If the married woman sees her husband giving her a wedding dress in the dream and she is very happy with it إن قطع الكهرباء في المنام وعذر الوصول للمساعي والأهداف قطع الكهرباء في المنام للرجل دلالة على عدم الاستقرار في الحياة ويجب أن يأخذ الحلم بجدية لاحتمال تعرضه لبعض الصعوبات والتحديات خلال الأيام القادمة قطع الكهرباء في المنام للمتزوجة انقطاع الكهرباء في منام المتزوجة إشارة إلى الأزمات والمشاكل التي ستواجهها الفترة القادمة قطع الكهرباء في المنام للعزبات انقطاع الكهرباء في منام العزباء دلالة على كونها ستقع في ورطة كبيرة خلال الفترة القادمة ولن تتمكن من الخلاص منها وحدها وستكون في حاجة مسة للدعم من قبل الأشخاص المقربين منها حتى تتمكن من تخطي تلك الفترة على خير احلام تدل على الزواج ارتداء الحلي والمجوهرات في المنام هو رمز لزواج الفتاة رؤية القرآن الكريم في المنام تدل على عقد القران الحج إلى بيت الله الحرام من أحد رموز الأحلام التي تدل على قرب للزواج رؤية الفراش وتغييره لمن كانت عزباء تدل على قرب للزواج أيضا ارتداء الفتاة لثوبة للزفاف في المنام هو إحدى دلالات اقتراب للزواج لبس الحذاء في المنام أيضا يعني زواجا قريبا الموت في المنام لمن كانت عزباء يعني الانتقال إلى القفص الذهبي دخول الجنة ورؤيتها في المنام هو رمز للزواج والحياة السعيدة والهانئة رؤية الفتاة للقمر في المنام يعني زواجها من رجل مرموق المكانة أما رؤية للشاب الأعزب للشمس في لحلم فيعني زواجه حراثة الأرض وسقايتها في المنام هو رمز لزواج قريب أيضا أحلام تدل على الزواج رؤية الماء في المنام دليل على الزواج ارتداء الفتاة لتاج في حلمها يعني زواجها تناول التمر في المنام يدل على رزق جيد قد يكون زواجا سعيدا إن اجتماع الأهل والأقارب على وليمة في المنام إيدل عالية للزواج تغيير للسكن والانتقال إلى منزل جديد في المنام يعني الانتقال إلى الحياة للزوجية رؤية القوارير والزجاج في المنام دلالة على اقتراب للزواج رؤية الفتاة لأسد في المنام يعني زواجها من رجل قوي وصاحب نفوذ أيضا الحصول على تأشيرة أو جواز سفر جديد هو تغيير حياة العزوبية ودخول الحياة الزوجية النظر في المرأة في المنام يعني الزواج تناول الحلويات للشهية في المنام يعني أيضا للزواج قطع الكهرباء في المنام للعزبات انقطاع الكهرباء في منام العزباء دلالة على كونها ستقع في ورطة كبيرة خلال الفترة القادمة ولن تتمكن من الخلاص منها وحدها وستكون في حاجة مسة للدعم من قبل الأشخاص المقربين منها حتى تتمكن من تخطي تلك الفترة على خير انقطاع الكهرباء في منام المتزوجة إشارة إلى الأزمات والمشاكل التي ستواجهها الفترة القادمة قطع الكهرباء في المنام للرجل دلالة على عدم الاستقرار في الحياة ويجب أن يأخذ الفلم بجدية لاحتمال تعرضه لبعض الصعوبات والتحديات ثلال الأيام القادمة قطع اشترك قطعا في المنزوجة ترسก منتغ وثير والتحديات قطع اشترك جchaftلا الكهرباء في المنزوجة في المنزوجة يمنت Nanaado كم على ہو قيدة في حيات كم قطع المشاكل في مشاكل في الجديد أو 벌거나 لجوانسة تعرض أشств Chأنجيد Technology ولكنت Shariminجي في المنزوجة قطع دبعا في المنزوجة قطع في مرقام وجود تحادي وخرجات والدة لو شفت زوجك تزوج عليك فدي يبشر عليك برزق قادم اما مال اما شراء بيت اما شراء سيارة اما وظيفة اما ترقية لي اما ازدهار تجارة او تغييرات لحياككم عمدا للافضل كسر البيت في المنام بيؤول بفقد رزق ليك وعدم قضاءة واحيانا بيبقى كسر خاطر وإزاء مشاعر لبعض الناس وخاصة النساء لان البيت بيؤول بالنساء الاصابع في المنام تدن على الصلوات وتدن على الاولاد والاقارب في حالة قطع اي اصبع فذلك بيشير لقطع صلاة او قطع رحم وفحالة تشابك الاصابع بيرمز الى الاجتماعات وصلة الارحام الاكل مع الاب المتوفي في المنام للمرأة المتزوجة رؤية الاكل مع الاب او الام المتوفين تشير الى الرزق الذي سيملأ بيت هذه السيدة ومال كثير سيكون في انتظار زوجها او مشروع سيدخل به اما في حالة اذا رأت انها تأكل مع اخيها او اختها المتوفات فتشير رؤيتها الى التخلص من الهموم والمشكلات التي عانت منها والتي مرت بها في الماضي البخور في المنام البخور في المنام يدل على التخلص من الحاسدين والحاقدين الموجودين في حياة صاحب الحلم ومن يرى في المنام انه يستنشق رائحة البخور فان هذه الرؤية تدل على اقتراب سماع الكثير من الاخبار السعيدة في القريب العاجل وقد يدل على اقتراب انتهاء الخصومة بين المتخاصمين في الحياة تفسير رؤية الجتوه في المنام للمتزوجة اذا رأت المرأة المتزوجة في منامها ان زوجها يقوم باطعامها الجتوه فيدل على الاستقرار والسعادة الزوجية رؤية الجتوه في منام المتزوجة قد يدل على حمل قريب الحنة في المنام للمتزوجة وتفسير حلم الحناء في اليد للمتزوجة يشير الى اقتراب حمل الرائية وفرحة غامرة ستحيط بالاسرة كلها خلال الفترة القادمة ولو كانت مريضة او احد افراد الاسرة مريضا فالرؤية تعني اقتراب الشفاء من عند الله عز وجل وكذلك اذا رأت انها تضع الحناء على شعرها فهذا دليل على تخلصها من الهموم والمشكلات التي كانت تعاني منها منذ فترة طويلة اكل الخبز في المنام قد يدل رؤية اكل الرضيف الساخن على طيب العيش اما رؤية اكل الخبز الناشف والجف فقد يدل على ضيق في العيش اما اكل خبز الشعير فقد يدل على القناعة والزهد واكل خبز الارز فقد يدل على تعطل الامور ووقوع المشقة اما اكل خبز العدس فقد يدل على الفقر والذل تفسير حلم الخوخ الخوق في المنام يدل على المال والرزق إن كان حلوا وأكل الخوخ الحلو في الحلم يدل على نيل مال وحصول الخير للرأي بإذن الله والخوخ في المنام في غير موسمه يدل على المرض وأما رؤية الخوخ وأكل الخوخ في موسمه فتدل على منفعة للحالم إن كان الخوخ فلو المذاق ومستساغا لا يعيبه شيء تفسير رؤية أكل الزبادة في المنام رؤية الزبادة في المنام تدل على فعل الخير وعلى التقوى رؤية توزيع الزبادة في المنام تدل على سعة الرزق وعلى تحقيق الأمنيات رؤية أكل الزبادة للمريض في المنام تدل على الشفاء من المرض رؤية تخمر الزبادية تدل على المسكن الجديد فلم السجن للمتزوجة قد تشير رؤية السجن للمتزوجة إلى ضائقة مالية ستمر بها هي وزوجها وسينتج عنها مشكلات مع الزوج ولو كانت في الواقع مريضة ورأت أنها كانت مسجونة وخرجت من السجن فتشير إلى اقتراب شفائها وتخلصها من الآلام التي كانت تعاني منها منذ فترة السرقة في المنام إذا رأيت نفسك تقوم بالسرقة في المنام فذلك بيدل على ذنب سوف تقوم بفعله أو أمر سوف تتعامل معه بذكاء وفتنة وحسن تصرف وسيكون من وراءه خير ومنفع رؤية السمنة قد تدل على أن الرأي سيحصل على العلم والخير وكذلك على الثقافة الكبيرة رؤية السمنة قد تدل على نجاحات سيحققها الرأي من يرى في منامه السمنة الصفراء فقد تدل على أمر غير محمود أما السمنة البيضاء فقد تدل على الخير الكثير والرزق الوفير الذي سيناله الرأي الصحافة في المنام إذا رأى المرء أنه سيعمل بالصحافة في المنام والحلم فهذا يدل على أنه سيحصل قريبا على وظيفة جديدة ورؤية التعرض لعدة حملات من الصحافة في المنام يشير إلى العديد من الأعداء في حياة هذا الحالم ورؤية الصحافة في المنام وكان ذلك مصحوبا ببعض الخوف دليل على أنه سيسمع قريبا أخبارا غير صر ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يدل على إصلاح الأمور وتيسيرها وإذا كان صاحب المنام في ضيق وذكرها فيدل ذلك على الفرج القريب ويكون إشارة للحالم بأن يلزم هذا الذكر ليكون سببا في تفريج أي هموم وقرب له الصلاة في المنام للرجل ترمز رؤية الصلاة في المنام للرجل المتزوج إلى انتهاء الكروب وسداد الديون وللزواج القريب للشاب الأعزب وحم الصلاة في المسجد للرجل يدل على الخير في الدين والدنيا ومن رأى أنه يصلي في بيته في المنام فهذا يدل على اتساع معيشته وصلاح أحواله وحم صلاة الجماعة للرجل يدل على نيله المساعدة والهداية من الأخرين؟ رؤية الطيران في المنام للمتزوجة إذا رأت المرأة المتزوجة أنها تطير من بيت إلى بيت أخر فقد يدل ذلك على انفصالها عن زوجها أو قد تدل على تحسن أحوالهم الاقتصادية وتغيرات إيجابيه في حياتها وذلك يتم تحديده حسب سياق الحلم وأحداثه أما رؤية الطيران بدون جناحين في منام المرأة المتزوجة يدل على صعوبة الحياة ومواجهة كثير من المشكلات والمتاعب العسل في المنام ترمز رؤية العسل في المنام إلى المال من ميراث أو غنيمة وأكل العسل في الحلم يدل على كسب الرزق الحلال بالتعب والجهد ورؤية جرار العسل عموما في المنام تدل على الصحة والعافية والسعة في الدين والدنيا وحلم توزيع العسل يدل على أداء الزكاة وعمل الخير والله أجل وأعلم العطر في المنام تدل رؤية العطر في المنام بصفة عامة على حدث سعيد وتدل على الزيادة في الرزق والعلم ورائحة العطر تدل على حسن الدين وزجاجة العطر امرأة ذات جمال يتزوجها الأعزب وشراء العطر يدل على الخير وراحة البال وبيع العطر هجرى وإهداؤه محبة واستعماله أو رشه يدل على حسن التدبير رؤية الغزان في المنام قد تدل على السعادة والحظ الجيد في الحياة وصيد الغزان في المنام تشير إلى تحقيق الأهداف والأموال الكثيرة والسعادة في الحياة بصورة عامة ولو رأى الشخص أن هناك غزان يحاول الهروب منه فهذا يعني عدم القدرة إلى الوصول إلى الطموحات والأهداف وخسارة العديد من الفرص الهمة في الحياة رؤية الفأر في المنام رؤية الفأر في المنام يعني امرأة غير صالحة وهذه تعد علامة تحذير وتنبيه من وجود شخص ماكر ومخادع في حياة الرأي يسعى من أجل إلحاق الضرريبة تفسير حلم القمل في الشعر للعزبات رؤية القمل في شعر العزباء تدل على سوء الدائرة المحيطة بها ودليل على أنها تعرضت لأذى ومكر وخداع من قبل أحد أقاربها أو صديقاتها ورؤية القمل الكثيرة يملأ شعر الفتاة في المنام تشير إلى كثرة المنافسين لها في العمل وافتعال المشاكل معها وفي حال إذا كان القمل يغطي الشعر بالكامل فقط تتعرض لكلام مسيء أو مشكلة كبيرة ورؤية قتل القمل في منام العزباء تدل على ذهاب المشاكل والانتقال إلى مرحلة أفضل في حياتها تتمتع فيها بالاستقرار النفسي رؤية المكتب في المنام ترمز للعز والمكانة العالية ورؤية دخول مكتب العمل في الحلم تدل على البدء في عمل ورزق جديد ومن رأى أنه يخرج من مكتب العمل في المنام فهذا يدل على الانتهاء من واجب فمن رأى أنه يغير مكتبه في الحلم فهذا يدل على للتغييرات في أعماله رؤية النهر في المنام للرجل رؤية الرجل للنهر في منامه تشير إلى حصول الشخص على المال الحلال من وظيفته أو عمله وأن الله سيبارك له في هذا المال والله أعلم ومن يرى أنه يتنقل بين نهر وآخر فرؤيته هذه تشير إلى اقتراب سفره إلى دولة أخرى وسيحصل هناك على فرص عمل جيدة للغاية خلع الأسنان المساوسة باليد في الحلم تشير إلى قدرة الشخص على التخلص من العقبات التي تواجهه في حياته وتمنعه من الوصول إلى أهدافه ويدل ذلك على أن الحالم سيتخلص من الديون المتراكمة عليه نتيجة نجاحه في العمل وجني الكثير من الأموال رؤية ركوب السيارة في المنام للعزبات رؤية العزباء ركوب السيارة في المنام تشير إلى أن الله سيرزقها بالخير والسعادة في الفترة المقبلة رؤية العزباء سيارة في المنام تشير إلى أنها سوف تتزوج في وقت قريب رؤية العزباء سيارة في المنام قد تشير إلى سعيها وإصرارها من أجل أن تحقق النجاح في حياتها العلمية والعملية رموش العين في المنام تدل على حفظ المال والعيال وقوة الإيمان والرموش الطويلة في المنام خير وسعادة وهيبة وكل مكروه يراه الرأي في الرموش يدل على حزن وهم من جهة الأبناء أو المال ومرض الرموش في الحلم يدل على مرض الأبناء أو يدل العيب في أهداب العين في المنام على فساد السريرة فالنقص في الرموش بالرؤية مكروه للجميع والزيادة في الرموش محمودة ما لم تكن قبيحة من رأى نفسه يقرأ سورة البقرة قراءة سورة البقرة في المنام قد تدل على صلاح دين صاحب الرؤية أو على نجاة ولده وقد تشير إلى شفائه إن كان مريضا كما إنه يكون جامعا للدين مسارعا إلى كل ثواب ويكون طويل العمر قليل الشر صابر على الأذى سورة الكهف في المنام من يرى في منامه أنه يقرأ سورة الكهف فتشير هذه الرؤية إلى العمر الطويل والنجاة من الأعداء وتشير قراءتها أيضا إلى الحظ الجيد في حياته القادمة والتخلص من الهموم والأحزان وتعد من الأحلام المبشرة بالخير رؤية سيدنا آدم في المنام ربما يرى الشخص في المنام أنه يسير مع سيدنا آدم أو يصاحب سيدنا آدم وهنا إشارة إيجابية على حصوله على منصب كبير وقيادي أو ربما ينتفع بعلمه بين الآخرين ويفيد الناس بعلمه وسيحصل على الكثير من العلم والمنفع ربما إشارة إلى الحج وربما إشارة إلى الإنجاب كثيرا وأولاد وأبنات تفسير حلم شراء سيارة يدل على حصول الرأي على منصب جديد أو وظيفة مرموقة تدر عليه الكثير من المال كما قد يشير إلى تحطيق أهدافه وطموحاته التي يسعى إليها شراء سيارة مستعملة يدل على حصول الرأي على خير غير متوقع أو ميراث من أحد أقاربه قيادة السيارة بعد شرائها تدل على قدرة الرأي على السيطرة على حياته وتحطيق أهدافه صلاة الجماعة في المنام رؤية صلاة الجماعة في الحلم قد تدل على سداد دين أو قضاء نظر ودليل على الأفعال الصالحة التي تقود إلى صلاح الرأي وصلاح عياله وبيته ورؤية صلاة الجماعة في المسجد في المنام تدل على البشرى والمنفعة للرأي تفسير حلم صلاة العصر في المنام إشارة إلى تخلص الرأي من الأزمات التي يواجهها في حياته ويسر من بعض عصر ورؤية فوات صلاة العصر في المنام تشير إلى ابتعاد الرأي عن الله سبحانه وتعالى وافتكابه لبعض الذنوب والمعاصى عيد الميلاد في المنام عيد الميلاد في المنام يشير إلى التجديد والبدايات الجديدة في حياة الحالم وقد يرمز الحلم أيضا إلى رغبتك في بدء فصل جديد في حياتك والتخلص من الماضي والسعي نحو النمو والتحسين رؤية نقص الوزن في المنام بصفة عامة تدن على هم ونقصان في الرزق وراحة البال والنحافة المفرطة تدن على الوقوع في الشدائد والمصائب وتشير رؤية نقص الوزن في المنام إلى الفقر وزوال النعم والخيرات والنقصان في العلم إن اتبعه إرهاق وتعب ومن رأت أن وزنها نقص فجأة في المنام فإنها تقع في قرب ومصيبة رؤية يوم الجمعة في المنام تدن على الخير والبركة في الرزق ويدن على اجتماع في الخير وعلى تكفير الذنوب والفرج القريب وتحقيق الأمنيات ومن رأى يوما آخر من أيام الأسبوع في المنام واعتقد أنه يوم الجمعة دل ذلك على أمل كاذب وأمر ملتبس على الرأي وقيل بل يدل على اتباع أهل الفتنة والبدع صبغ الشعر في المنام ترمز رؤية صبغ الشعر في المنام إلى التغييرات المهمة حسب لون الصباغ وثباته وقد يدل تغيير لون الشعر على إخفاء الأمور وحلم صبغ الشعر لشخص أخر يدل على المشاركة في أفراح الغير أما صبغ الشعر الأبيض أو الشيب في المنام فيدل على ستر الفقر والحاجة رؤية السماء ملونة في المنام فلم السماء ملونة يدل على ما يدل عليه اللون في الرؤية ومن رأى السماء ملونة بأكثر من لون في الحلم فذلك دليل على التقلبات التي يدخل بها الرأي في حياته ورؤية السماء تتلون ويختفي لونها في المنام تدل على انتهاء فترة كان يعيش بها الرأي كان خير أم شرا وحلم تلون السماء بلون قوس قزح يدل على الأمان من الخوف وزوال المصاعب رؤية الملابس في المنام إذا كانت مقطعة يدل على مشاكل في حياة الحانم سواء مشاكل مدية أو زوجية إذا كانت غير نظيفة يدل على مشاكل في حياة الحانم بسبب ذنوب إذا كانت جديدة تغيرات في حياة الحانم للأفضل الأب في المنام من رأى في منامه أباه وكان محتاجا جاءه رزقه من حيث لا يحتسب أو جاد أحد عليه وإن كان له غائب قدم عليه وإن كان به ألم تخلص منه ومن رأى أن أباه أسكنه بنيانا ورفعه وسمكه فإنه يطمو صمائع أبيه التي كونت له في يدي أو دنيا فلج الأسنان في المنام صفات جميلة عنك وعن أقاربك زيادة الأسنان في المنام زيادة مال وخير ومن رأى في المنام أسنان من ذهب دل ذلك على الخير والسعادة أما إذا رأى أسنان من فضة دل ذلك على خسارة الأموال ومتاعب في حياة الرات التاج الذهبي في المنام يكون رمزا للعظمة والسمو والمنزلة العالية التي يتمتع الحالم بها إذا رأى الحالم في المنام تاج من الذهب فإن تلك الرؤية تدل على قدوم النقود الكثيرة والخير والمنفعة في حياة الحالم أو الزواج المفرح أو وصوله إلى أعلى المنازل في العمل تفسير حلم الخاتم الذهب للعزباء رؤية الخاتم الذهب في منام العزباء يعبر عن الخير والسعادة ويدل على السعادة المستقبلية التي سوف تنالها في حياتها مع أهلها وإذا رأت العزباء أنها تلبس خاتما في الحلم أو أن شخصا ما قام بإعطائها خاتم ذهب فهذه علامة على أنها سوف تتزوج عن قريب ويتقدم لها شخص صالح القفز في المنام تشير رؤية القفز في المنام إلى النصر والقوة والتغلب على الصعاب أما رؤية القفز برجل واحدة فإنه إنذار بالخسارة أو التعب أو الشقاء أو الفشل ومن رأى أنه يقفز من مكان لآخر فإنها إشارة إلى تغيير الحالة المدية أو الاجتماعية أو العاطفية إلى الأفضل تفسير رؤية الكعبة في المنام للعزباء تدن رؤية الكعبة في المنام للفتاة على تحقيق الأمنيات والأحلام في حياتها الشخصية والعملية والدراسية إذا رأت الفتاة أنها تأخذ شيئا من كسوة الكعبة في المنام فهي دلالة على عفافها وطهارتها وطباعها الحميدة رؤية الطواف حول الكعبة للفتاة دلالة على رزق وأموال ستأتي إليها اللص في المنام رؤية لص داخل المنزل وكان يوجد مريض في هذا المنزل يدل على الوفاة أما في حالة عدم وجود المريض فذلك بيدل على أن هناك شخص يمكر بالحالم وسيكون سبب لكثير من المشاكل والمتاعب إذا رأيت نفسك تقوم بالسرقة في المنام فذلك بيدل على ذنب سوف تقوم بفعله أو أمر سوف تتعامل معه بذكاء وفطنة وحسن تصرف وسيكون من وراءه خير ومنفع النظر فالمرآة في المنام النظر فالمرآة في المنام إذا نظر الحالم إلى المرآة وكان شكله جيد وجميل فذلك علامة على تغيرات إيجابية وللأفضل في حياة الحالم وأيضا علامة على زواج للأعزب الملاهي والألعاب في المنام الملاهي والألعاب في المنام تدل على لهو وتقصير في العبادات وذنوب ورؤية مرجيحة تدل على أمر فيه حيرة ومشكلة سوف تلها الحالم عن العبادة ارتداء الميت ثوب جديد في المنام ارتداء الميت ثوب جديد في المنام يدل على صلاح الميت وأنه ينعم بمكانة جيدة في الآخرة ويدل أيضا على حال بيت أهل الميت من فرح وسرور وتحقيق أمنيات لهم أيوب عليه السلام في المنام تدن رؤيته على البلوى وفقدان الأهل والمال والأزواج وربما وقع الرأي في يمين احتاج فيها إلى فقيه وإن كان الرأي مريضا شفي من مرضه وزال عنه سقمه وربما بلغ ما يرجوه من إجابة دعاء أو سؤال حاجة آيات القرآن في المنام إذا كانت آيات رحمة وكان القارئ ميتا فهو في رحمة الله تعالى وإن كانت آيات عقاب فهو في عذاب الله تعالى وإن كانت آيات انذار وكان الرأي حيا حذرته من افتكاب مكروه وإن كانت آيات مبشرات بشرته بخير ومن رأى أنه يقرأ آية عذاب فإذا وصل إلى آية عذاب عصر عليه قراءتها أصاب فرحا ومن رأى أنه يقرأ آية عذاب فإذا وصل إلى آية رحمة لم يتهيأ له قراءتها بقي في الشدة الأمعاء في المنام تدل على بنات الزوجات فإن رأى أمعاءه قد ظهرت فإنه يظهر ماله المدخر وقيل إن خروج الأمعاء يدل على أن ابنته تخطب وقيل إن خروج ما في البطن يدل على هتك الستر والأمعاء أموال باطنة ومن رأى أنه يأكل أمعاء غيره فإنه يأكل من مال يتيم رؤية الورد في المنام بيدل على أعمال صالحة بيقوم بها الحالم وتحقيق أمنيات له أما لو قام بقطفها فذلك بيدل على رزق غير دائم تفسير الولادة في المنام للمتزوجة كثيرة هي الدلالات والتفسيرات رؤية الولادة في المنام قد تدل على أن الزوجة قد يحظى بعمل جديد ويحصل من خلاله على المال الكثير الرؤية قد تدل أيضا على الفرج واليقين بالله ولكن في حال كانت المرأة تفكر كثيرا بالإنجاب فقد يكون هذا الفلم من حديث النفس تفسير رؤية يوم الأثنين في المنام رؤية يوم الأثنين في المنام للعزباء تشير إلى خير كثير ورزق وفير للرأي يوم الأثنين في المنام للعزباء تدل على أنها سوف تتعرف إلى شب صالح في الفترة القادمة وسوف يتقدم لخطبتها والله أعلم يوم الأثنين في المنام تشير إلى أن الرأي سوف يسمع خبر سعيد يخص حياته في الفترة القادمة مضغ اللبان في المنام مضغ اللبان العلك في المنام أمر يكثر فيه القيل والقال ومنازعة وشكوى الشنطة في المنام الشنطة في المنام تدل على أسرار في حياة الحالم وحمل المتزوجة وزواج للعزباء وشنطة السفر بتدل على السفر وانتقال وتغير في حياة الحالم تفسير رؤية البيض في منام المتزوجة قد يدل البيض في منام المتزوجه عن الحمل والبيض الصغير حمل ببنت والكبير حمل بولده وقد يدل البيض في منام المتزوجة أيضا على المشاكل الزوجية إذا كان بالمطبخ ويوجد به شروق أو كسور وقد يدل البيض في منامها على مشكلة في انتظام التبويض أو سقوط حمل أو خوضها مرحلة للعلاج من أجل الإنجاب رؤية المطر في المنام بصفة عامة تدل على الخير والرزق الوفير الذي سوف يحصل عليه الرأي وكل من كان معه كما أن المطر يدل على فرصة جديدة وحياة قادمة سعيدة إذا رأيت في منامك الكثير من المطر وكنت تقوم بالدعاء في المنام فهذا المنام هو بشرى صرت تدعوك إلى أن تقوم بالدعاء إلى الله حتى يقوم بالاستجابة لك في أقرب وقت ممكن تفسير كلبي يلاحقني في المنام رؤية مطاردة الكلاب للمتزوجة وضها منهم في الحلم تشير إلى أعداء وبالتحديد رجال يريدون تخريب حياتها وطلاقها من زوجها ولو رأت ابنتها العزباء تركض وهي مرعوبة في الحلم وورائها الكلاب المتفرسة تلاحقها فقامت بإنقاذها منهم فقد تكون ابنتها محاطة بأصدقاء السوء والحلمة سيكون لها دورا عظيما في إنقاذ ابنتها من ضررهم حضن الميت في المنام يشير إلى ما يحمله الرأي من حب واشتياق لهذا الميت وأيضا شكر الميت للرأي لقيامه بعمل صدقه أو دعاء له من معاني اسم خديجة في المنام العون والمساعدة حمل وذرية مال وتجارة نقص أو عدم إتمام أمر للحامل ربما ولادة مبكرة ربما تقصير في الصلاة رؤية الدم في المنام رؤية الدم تدل على المشاكل والهموم وإذا خرج من الجسم يدل على خسارة مال أو خروج أذا حسب سياق الفلم ورؤية الدم على الملابس يدل على أن هناك شخص يكذب على الحالم ويسبب له مشاكل رؤية الأسد في المنام تدل على وجود عدوه يكون الحقد والكره للرأي رؤية الأسد في المنام تدل على تعرض الرأي للإصابة بالمشاكل والأحزان والهموم رؤية قتل الأسد في المنام تدل على هزيمة عدو والتغلب عليه رؤية قتل الأسد في الحلم والتغلب عليه تدل على انتهاء المشاكل وزوال الهم والغم رؤية تغيير الاسم في المنام ترمز إلى معنى الاسم المتغير له فإن تغير لإسم أجمل في المعنى كان التأويل يرمز إلى البشائر والتغيرات الجيدة والعكس بالعكس وقد تدل رؤية شخص يغير اسمه في الحلم على التغيير في صفاته وأخلقه ومن رأى أنه ينادي شخص بغير اسم في الحلم فهذا يدل على تغير العلاءة معه لو شفت زوجك تزوج عليك فدي بشره لك برزق قادم إما مال إما شراء بيت إما شراء سيارة إما وظيفة إما ترقية لي إما إزدهار تجارة أو تغييرات لحياةكم عملة للأفضل البسملة رؤية بسم الله الرحمن الرحيم مكتوبة في المنام بشارة وعلم وزواج وهداية وتجارة رابحة وولد صالح ورزق واسع ومن قرأ سورة البروج في المنام يرزقه الله حب العلم والتعلم والعمل به وقوة وصلاح في الدين يوم عشوراء في المنام يعتبر من صيام التطوع ولذلك صيام هذا اليوم في المنام يدل على كثرة فعل الخير للحالم وأيضا يدل على التمتع بالصحة الجيدة والمعافاة من الأمراض أما عن رؤيته للعزباء فإنه إشارة إلى أنها قد تواجه فرصة جديدة في حياتها وربما فرصة زواجت وتفسير فلم عشوراء للمتزوجة يشير إلى قدوم مرحلة صعبة أو تحديات في حياتها الزوجية ويجب أن تكون حذرة وتتحل بالقوة والثبات لمواجهة هذه المشكلات الحبل في المنام للعزباء بيدل على النجاح وعلو الشأن والتمسك بالدين أما في حالة إذا كان الحبل مربوط فذلك يدل على تعطيلات ومشاكل في حياة الحالمة ويجب الالتزام برقية عواطف بعض معاني اسم عواطف في المنام يدل على الخطبة يدل على الأمور العاطفية يدل على العلاقة بين الزوجين يدل على الحمل عاطفة الأمومة يدل على العطف سحر العطف تدل على القرابة اسم فاطمة في المنام من معاني اسم فاطمة في المنام نفور أو انقطاع علاقة مدة زمنية سنتين صلاح وحسن عبادة زوال هموم قد يدل على حمل قطع الكهرباء في المنام قطع أسلاك الكهرباء في المنام يدل على التوقف عن السعي وانقطاع الكهرباء عن البلاد عامة في المنام يدل على قلة الخيرات وغلاء العيش قطع الكهرباء في فرح أو عرس في المنام يدل على التغييرات المفاجئة وتبدل الأحوال للأسوأ ورؤية انقطاع الكهرباء في الشارع في الحلم تدل على تعذر الوصول للمساعي والأهداف النحل في المنام خلية النحل تدل على البيت السعيد والأموال لطغة النحل تدل على البركة والخير والتوفيق في الحياة هجوم النحل أذى وأعداء متربصة بالحالم من عاني اسم عادل في المنام يدل على ظلم تعرض له الرأي والمنام يبشره بالنصر وقد يدل على العدول والتراجع عن أمر أراده وقرره الرأي ويدل على زوال مشكلة وهم عن الرأي ويدل على الأمان من مخاوف لدى الرأي الأصابع في المنام تدل على الصلوات وتدل على الأولاد والأقارب في حالة قطع أي أصبع فذلك بيشير لقطع صلاة أو قطع رحم وفحالة تشابك الأصابع بيرمز إلى الاجتماعات وصلة الأرحام الأكل مع الأب المتوفي في المنام للمرأة المتزوجة رؤية الأكل مع الأبي أو الأم المتوفين تشير إلى الرزق الذي سيملأ بيت هذه السيدة ومال كثير سيكون في انتظار زوجها أو مشروع سيدخل به أما في حالة إذا رأت أنها تأكل مع أخيها أو أختها المتوفات فتشير رؤيتها إلى التخلص من الهموم والمشكلات التي عانت منها والتي مرت بها في الماضي البخور في المنام البخور في المنام يدل على التخلص من الحاسدين والحاقدين الموجودين في حياة صاحب الحلم ومن يرى في المنام أنه يستنشق رائحة البخور فإن هذه الرؤية تدل على اقتراب سماع الكثير من الأخبار السعيدة في القريب العاجل وقد يدل على اقتراب انتهاء الخصومة بين المتخاصمين في الحياة معنى اسم عهود في المنام من العهد يدل على الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة يدل على العهود والمواثيق بين الناس ومنها الزواج والوظيفة والأمانة إن العهد كان مسؤولا ويدل على الابتعاد عن مزالق الشيطان فستان الزفاف في منام العزباء المخطوبة لو رأت العزباء المخطوبة أنها ترتدي فستان الزفاف أبيض دل ذلك على زواجها في القريب العاجل وإذا رأت المتزوجة في المنام أنها ترتدي فستان الفرح والزفاف فيدل المنام على أنها سوف تنال سعادة كبيرة في حياتها وأن لله يوفقها في حياتها على الزوجية وأما إذا رأت المتزوجة أن زوجها يفديها فستان فرح في المنام وهي تفرح به كثيرا فيدل المنام على أن الله يرزقها بمولود جميل إسم الله في المنام يدل على التذكير والوعد والوعيد كل حسب حاله ويشير حلم سماع اسم الله إلى الأمن والحماية ومن رأى اسم الله مكتوب في المنام فإنه يحسن الطاعة والعبادة وينال ما يستحق وفالعموم اسم الله في الفلم من العلامات المبشرة بحسن الإيمان وكثرة الطاعات وحسن الختام The wedding dress in a dream of an engaged woman If an engaged single woman sees herself wearing a white wedding dress it indicates that she will get married soon If a married woman sees herself wearing a wedding dress in a dream it signifies that she will attain great happiness in her life and that God will bless her marriage If the married woman sees her husband giving her a wedding dress in the dream and she is very happy with it it indicates that God will bless her with a beautiful baby رموز تبشر بقدوم المال تقبيل الحي للميت المجهول في المنام مال من حيث لا يحتسب رؤية الكعبة والطواف حولها الدعاء في المنام بالثراء رؤية وأكل الفواكه في المنام قراءة آيات من القرآن بتدل على سعة الرزق رؤية المرأة الجميلة في المنام الصلاو في المنام رؤية التراب رؤية الأغنام بكثره في المنام أحلام تدل على الزواج بمن تحب رؤية الحبيب يهديك خاتم ركوب السيارة مع الحبيب إهداء الحبيب ملابس جديدة أو خاتم أو هدية إهداء الحبيب مصحف الدعاء بالزواج بمن تحب في المنام التبول في منزل من تحب على السفر مع الحبيب في المنام دخول المسجد سويا ارتداء تاج على رأسك وأنتي سعيدها بذلك صلاة ما على الشخص الذي تحبه اسم الله في المنام يدل على التذكير والوعد والوعيد كل حسب حاله ويشير حلم سماع اسم الله إلى الأمن والحماية ومن رأى اسم الله مكتوب في المنام فإنه يحسن الطاعة والعبادة وينال ما يستحق وفالعموم اسم الله في الحلم من العلامات المبشرة بحسن الإيمان وكثرة الطاعات وحسن الختام إبراهيم عليه السلام في المنام تدل رؤيته في المنام على الخير والبركة والعدادة والسيادة والرزق والإثار والاهتمام بالفرية الصالحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعلم والهد الساعة في المنام الساعة في المنام ساعة اليد في المنام تدل على زواج أو حمل أو وظيفة أو خير ورزق للحالم أما عن ساعة المنبه فهي تتنبيه على شاء للحالم مثل الصلاة أو دين أو نذر الضياء في المنام بيؤول بالتشتت والحيرة والتوهة وعدم المسؤولية الكافية منك لتولي زمام أمورك بشكل جيد إذا رأى الحالم إنه بساعد شخص يقتل شخص في المنام فده بيكون دلالة على ارتكابه ومشاركته في زنب أو معصية أما إذا فان القتل بالصم في المنام فده بيكون علامة على تعرض الحالم لمكر وتعرضه لكتير من خسائر والنوائب أما عن القتل بالرصاص في المنام فده معناه إن الحالم هيدخل في مشاكل وخلافات مع الآخرين أما عن رؤية القتل الطعنا في المنام فده بيدل على الغدر والنفاق من قبل أشخاص حواليك أما عن قتل الشخص عمد في المنام فده بيدل على إن الحالم بيتعرض لمعيشة فيها نوع من الزل والقهر والشدة أما عن رؤية القتل بين الأقار في المنام فده بيدل على فساد العلاقة بينهم في الواقع وقتل الزوج في المنام بيدل على تعادي الأقارب على بعض حقوقه أما عن قتل الإبن في المنام فده بيكون دلالة على الضرر يسيب الإبن اسم الناصر في المنام من الأسماء المحمودة المبشرة بالخير والسعادة والرزق والوظيفة والترقية وبالمصر ويدل أيضا على الظفر وعلو الشأن والمكانة العالية وانتصار على همومك وديونك وأحزانك اسم يعقوب في المنام من معاني اسم يعقوب في المنام مشاكل على أولاده مشاكل في النظر بلاء يعقبه تمكين عودة غائب حملة بعد طول انتظار صلاح ورجوع إلى الله المفاتيح في المنام المفاتيح في المنام تدل على فتح وخير ورزقه زواج للعزبات وحملة للمتزوجة أما إذا كان شكلها سيء فذلك بيدل على مشاكل وتعطيلات ومتاعب الصعوباني الاسود في المنام بيكون عدوه شديد الحسد شديد الكرب شديد العداوة نفسه بيكون خبيثة جدا وبيكن لك مشاعر عداوة شديدة جدا ويجب الحصر منه أما لو تقرر معك رؤيته فده بيكون علامة إصابة روحية وغالبا بيكون خادم سح ولازم أنك تلتزم برؤية شرعية وصورة البقرة تفسير الكحل للمطلقة رؤية المطلقة الكحل في المنام يدل على تحقيق ما تريد وحصولها على وظيفة مرموقة تدر عليها كثير من المال رؤية تكهين بالكحل في حلم المطلقة في المنام يدل على زواجها من شخص على خلق ودين الشرطة في المنام الشرطة في المنام ترمز إلى الأمن والطمأنينة والراحة رؤية الشرطة في الحلم تدل على تحقيق الأهداف والوصول للنجاح والتفوق رؤية رجال الشرطة تدخل إلى بيته في المنام تدل على النعم وانتهاء المشاكل وزوال الهموم رؤية منادات رجال الشرطة على الرأي باسمه في المنام تدل على تغييرات إيجابية كثيرة في حياة الرأي رؤية اسم مريم في المنام يشير لنيل المآرب والمرد الذي يسعى إليه الرأي واسم مريم العذراء في الحلم يدل على حسن الخلق والدين والزواج من فتاة اسمها مريم في المنام يدل على نيل الرفعة والسرور وحلم سماع اسم مريم يدل على سماع أخبار سرتي ومفرحة البرقوق في المنام إذا رأاه الإنسان في منامه في أوانه دل على خير وعافية وإذا رأاه في غير أوانه دل على هم وتعب وشجرة البرقوق هي رجل ينفع جميع الناس رؤية العقرب في المنام للمتزوجة يرمز لخسارة المال والرزق بسبب عدو مكار وإذا رأت عقرب أصفر في الحلم فذلك دليل على مرضها وسوء في حالتها الصحية والهروب من العقرب في المنام للمتزوجة دليل على نجاتها من خطر وشر كاد يهلكها وحلم قتل العقرب للمتزوجة يدل على تمكنها من خصومها ورد اعتبارها المقص في المنام المقص في المنام إذا قام الحالم باستخدامه في المنام بيدل على قطع علاقة مع أشخاص وأيضا بيدل على مشاكل ومتاعب أما في حالة استخدامه في قص شريط بيدل ذلك على بداية جديدة في حياة الحالم تجديد بطاقة شخصية في المنام ترمز لنيل المناصب وعمل جديد ومن رأى يجدد الهوية المكسورة في الحلم فهذا يدل على التخلص من المشاكل والمتاعب وعدم القدرة على تجديد بطاقة شخصية في الحلم تدل على عدم القدرة على تحمل المسؤوليات ورؤية تجديد الهوية لشخص آخر في الحلم تدل على تقديم المساعدات للآخرين تفسير جمع البيض الكثير يرمز حلم جمع البيض لكثرة النسل وربما تدل رؤية جمع البيض على جمع الكثير من المال ومن رأى أنه يلم البيض من الأرض في الحلم فذلك دليل على نيل الأرزاق الكثيرة غير المحسوبة ورؤية جمع البيض من تحت الدجاج في المنام تدل على نيل فائدة من الزوجة أو الأولاد أو أخذ مال من امرأة والله أعلم رؤية تغيير حفاظة الطفل في المنام ترمز للتغيرات التي تطرأ على الحالم وتكون للأفضل ورؤية تغيير حفاظة الطفل ذكر في الحلم تدل على التخلص من الهم والمسؤوليات الذي يتحملها الحالم ومن رأى أنه يغير حفاظة طفلة أنثى في الحلم تدل على الفرج القريب أما رؤية تغيير حفاظة الطفل رضيع في المنام تدل على البدايات الميسرة الأم في المنام رؤية الأم في المنام تدل على الأمن والأمان كما تدل على الحب والعطاء والحنان وتدل رؤيتها على الخير والبركة وزوال الهم والقرب من حياة الحالم وفي حال التحدث إلى الأم في الحلم فالرأي سيتخذ قرار سليم في حياته ورؤية احتضان الأم في الحلم دلالة على الشعور بالسعادة والاستقرار النفسي الذي يعيش به الحالم عسل النحل في المنام عسل النحل في المنام يدل على الشفاء والعلم النافع والسعادة ونقاء القلب أما وضعه على اللسان يدل على أن الحالم كثير الذكر لله الاستعاذة في المنام من رأى أنه يكثر الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان فإنه يرزق علما نافعا وهدى وأمنأ من عدوه وغنا من الحلال وإن كان مريضا شفي من مرضه خاصة إن كانت إصابة روحية وربما دلت الاستعاذة على الأمن من الشريك الخائن والطهارة من النجس والإسلام بعد الكفر الجوافة في المنام للحامل الجوافة في المنام للحامل يدل على تيسير الولادة وسهولتها رؤية الجوافة الخضراء في منام الحامل يدل على زوال متاعب الحمل وعلى سهولة الولادة رؤية قطف الجوافة في منام الحامل يدل على سعادتها بالمولود رؤية أكل الرز المطبوخ في المنام من رأى في المنام أنه يقوم بأكل الرز المطبوخ فإن هذا يدل على أن صاحب الحلم سوف يرزقه الله الخير بعد مشقة وشدة طويلة من رأى في منامه أن نبات الرز أصابه الجفاف وأصبحت جفة ويابسة فدلالته على اليأس الذي يصيب الرأي حصيلة صعوبات أو تحديات انتجابه بحياته من فاتته صلاة الجمعة في الحلم تفويت الصلاة في المنام مكروه عموما ومن فاتته صلاة الجمعة في المنام ربما تعصرت أموره وتعطلت أحواله ومن فاتته صلاة الجمعة في المنام قصدا فهو يتبع الضلال وأهل الفساد وأما من فاتته صلاة الجمعة في المنام عن غير قصد فهذا يدل على أمور عسيرة وهموم تصيبه وقد يدل على تفويت الصلاة فعلا رؤية الببغاء الملون في المنام تدل على رجل محتال ماكر ومن رأى أنه يربي الببغاء الملون في الحلم فهذا يدل على معاشرة المنافقين ورؤية إطعام الببغاء الملون في المنام تدل على الإحسان لمن لا يستحق وتشير رؤية حمل الببغاء الملون في الحلم إلى التعرض للأذى والشرور وعندما ترى أنك تمسك بالببغاء الملون في المنام فهذا يدل على كشف احتيال ومكرى تفسير حلم الرسوب في الامتحان قد يدل هذا الحلم على فشل الحالم في التخطيط لمستقبله وحياته القادمة وإن كان الحالم طالباً فهذا دليل على نجاح الطالب في كل المواد الدراسية هذا العام وربما يدل الرسوب على أن الحالم يخاف ويقلق ولديه هلع من العديد من الأشياء في حياته تفسير أخذ الشوكولاتة في المنام تدل على الخروج من الكرب الذي كان يعاني منه صاحب الرؤية والفرح والسعادة وتحسن الأوضاع العاطفية والحاجة للاهتمام والحب ممن حوله وأيضاً الحصول على المكافآت والأموال فلم إرضاع طفل للعزبات فلم محمود في الغالب فقد يدل على اقتراب موعد خطبتها أو على المال الكثير الذي سوف تحصل عليه في حياتها وقد تكون رؤيا سيئة ونذير شؤم في حال كانت لا ترغب في إرضاع هذا الطفل أو كان هو لا يرغب في الرضاعة منها ورؤية الرضاعة بشكل عام للمرأة دليل على الرزق الوفير والبركة في العلم والدين والأخلاق ترمز رؤية اسم عبد الله في المنام لحسن العبادة والطاعة والابتعاد عن المعاصي ومن رأى شخص اسمه عبد الله في الحلم فإنه يعاشر أهل الصلاح والعبادة ورؤية طفل اسمه عبد الله في المنام بشارة خير بالصلاح الذرية أما موت شخص اسمه عبد الله في الحلم دليل على الاكتعاد عن الدين اسم محمد أو محمود في المنام يرمز للذكر الجميل بين الناس والأخلاق الحسنة ومن رأى أنه يكتب اسم محمود في الحلم فإنه حسن السيرة وقيل رؤية شخص معروف اسمه محمود في المنام تدل على حسن خلقه وأفعاله بين الناس ورؤية طفل اسمه محمود في المنام بشارة خير بتيسير الأمور المعصرة رؤية اسم اسماعيل في منام العزبات يدل على أنها تتصف بالخصال الحميدة والخلق الحسن والورع وإشارة أنها تتمتع بالحكمة ورجاحة العقل فيما تقوم به من أمور خاصة بها وقد تدل أيضا رؤية اسم اسماعيل في منام الفتاة أنها سيتم خطبتها بشب على دين وخلق إقامة الصلاة في المنام إقامة الصلاة تدل في المنام على إنجاز الوعد وبلوغ المراد وعلى الفرج لي من هو في شدة ومن رأى كأنه أقام الصلاة على باب أو سرير فإنه يموت ومن رأى سجينا كأنه يقيم الصلاة أو يصلي قائما فإنه يطلق من السجن ومن رأى أنه الذن وأقام الصلاة فإنه يقيم سنتا ويميت بدعة الأخ في المنام ترمز رؤية الأخ في المنام إلى المشاركة أو المساعدة بالمال ورؤية الأخ الصغير في الحلم تدل على البهجة والسرور ورؤية الأخ الكبير في المنام تدل على العزوة والسند ورؤية عناق الأخ في الحلم تدل على التعاضد والتكاتف معه وحلم الشجار مع الأخ يدل على نشوب الخلأفات العائلية الأرنب هو في المنام يدل على امرأة ومن أخذ الأرنب تزوج المرأة وقد يدل الأرنب على رجل جبان ومن رأى أنه أصاب من لحم الأرنب أو جلده فهناك خير قليل يصيبه من امرأة اشتركوا في القناة